بسم الله الرحمن الرحيم على مين يحسب اللقب ما بين الناس حسمت بالفعل اللقب من فترة لكن لسه بتتصارع على مين اللي هيشارك من خلال دورياته في الكرة الأوروبية ما بين الدوريات كمان حسمت على مستوى الكرة العربية فمع بعض نمسك حاجة حاجة غير بقى فريق مصري ترك القارة الإفريقية وانتقل إلى القارة الأسيوية عشان يخلص مشواره أو جزء من مشواره في دوري أبطال إفريقيا وينتقل إلى مشوار يقتنس بي لقبا بإذن الله في القارة الإفريقية أيضا لكن من خلال قارة أسيا هناك في الدوحة متكلم على الأهل يخلص سانداونز تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ورايح يلاعب المغربي نهضة بركان عشان يلتقي معاه بإذن الله في مباراة السوبر الإفريقي وصلوا بحمد لله إلى أسوان ومن أسوان الرحلة متجهة إلى قطر مع حضور جماهيري مش كبير لكن فيه على الأقل حضور جماهيري بحسب التقارير يصل ربما إلى ثلاثة ألاف مشجع الكل سيكون في انتظار المارد الأحمر والدعوات لقنص بطولة قرية جديدة بالتوفي إن شاء الله للأهلي على مستوى كمان الأمور الإدارية أكيد لسه في كلام عن الزمالك لأنه النهاردة الجديد اجتماعات بتتم لجنة بتسلم لجنة ما سيحدث في الأيام اللي جاية شفنا الوضع كان عامل إزاي فدي الملفات اللي احنا درسناها وعشناها ممكن تعيشوها أنتو كمان لو أنتو لسه أول مرة تشوفوها تعالوا مع بعض ندرسها ونقراها الكلام ده من اللجنة القديمة لللجنة الجديدة عشان اللجنة الجديدة تبدأ من بكرة مباشرة أعمالها ولكن هيكون كمان متواجدة في حضور مباراة بتجمع ما بين الزمالك نفسه والمصري البور سعيدي فبداية مهمة أكيد أكيد بيمنى بيها النفس أعضاء اللجنة الجديدة إن هم يبدأوا رحلتهم بانتصار حتى وإن كان على فريق يبعد بنقاط مش كبيرة وبترتيب مش كتير عن الزمالك والكلام هنا عن المصري البور سعيدي لكن تعالوا مع بعض نمسك الأول قارة إفريقيا لأنه كان عندنا ممثل مصري آخر في الكونفدرالية هذه المرة بيرامدز بيمر من بوابة إنينبا إلى الدور نصف النهائي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية كان فاز الفريق المصري بيرامدز على إنينبا هنا في مصر بنتيجة أربعة واحد نتيجة كانت مريحة جدا فكان الكلام كله على ماذا سيحدث في نيجيريا وكانت النتيجة مرضية أيضا لم يخسر بيرامدز بل تقدم قبل أن يتعادل معه أصحاب الأرض فريق إنينبا هدف تقدم به اللاعب الرائع جدا الزكي جدا اللماح جدا المجهوده كبير جدا جوا أرض الملعب وكل ده رغم صغر سنه إبراهيم عادل بعد ما قطع كرة من دفاعات فريق إنينبا ورفع عينيه رفع واحدة بس لقى الجول متقدم خطوتين ففي الشباك بعتاله بعدها بيتعادل فريق إنينبا عن طريق هدف سكن شباك شريف إكرامي البديل اللي نزل بعد تقريبا نص ساعة من مشاركة أحمد الشناوي أساسيا والحقيقة أنه من المفارقات يعني أحمد الشناوي عمل نص ساعة حلوة جدا صد فيها ثلاث فرص خطيرة تقريبا ما بين انفراد ما بين تصويبه خطيرة جدا لكنه من المفارقات من المعتاد أنه فيه إصابات بتحصل لأحمد الشناوي دايما المراضي إصابته في العضلة الأمامية مليون سلام عليك فنزل شريف إكرامي من جديد ما عصرش الدكة أكتر من نص ساعة شريف إكرامي نزل استقبل هدفا لكنه كان نتيجة في النهاية مرضية جدا لبيرامدز اللي راح للنصف النهائي مليون مبروك لبيرامدز لأنه دي المرة التانية على التوالي اللي يشارك فيها للمرة التانية بس في تاريخه في كونفدرالية وللمرة التانية على التوالي بيروح لنصف النهائي عشان يضرب موعدا مع مين مع الرجاء في ظرف شهرين بس بيلتقي مع نفس المنافس أربع مرات مرتين كانت غلب منهم ذهابا وقيابا في نفس المجموعة وبالتالي هي مواجهة ثقرية بلغة الكورة المرة دي بقى ما عنديش مشكلة تاخد مني ست نقاط وأتأهل معاك المرة دي أنا عايز أكسبك بمجموع المبارتين فأعديك وأقسيك من البطولة وأروح للنهائي للمرة التانية على التوالي إن شاء الله أدها رجال بيرامدز للدنيا معاهم تحسنت كثيرا وتحديدا على مستوى الكورة الإفريقية تعالى نستعرض سريعا تشكيل بيرامدز للعب بين مباراة النهاردة وبعدها ندخل على باقي الملفات اللي معنا أوروبيا النهاردة أحمد الشناوي هو اللي حرس المرمى وقدامه أحمد سامي وعلي جبر وأحمد فتحي ومحمد حمدي في الدفاع رمضان صبح إبراهيم عادل وإسلام عيسى في سلاسي المقدمة تحت إريك تراوري وفي نص الملعب كان محمود حمادة ونبيل عماد دون جامعة تغييرات اتعاملت عبدالله السعيد كان برضو مريح على الدكة زي وزي شريف إكرامي والاتنين شاركوا واحد لسبب اضطراري اللي هو شريف إكرامي والتاني نزل مكان رمضان صبحي من أجل تنشيط الناحية الهجومية واستغلال خبرات عبدالله السعيد داخل أرض الملعب طيب ده فيما يخص الفريق المصري بيرامدز في الكونفدرالية آخر عشر تيام تقريبا من يونيو هتكون الزهاب والقياب الزهاب هنا في القاهرة والقياب هناك في المغرب ونهاء البطولة نفسه بيقام في بنين أما على مستوى الكرة العالمية هنروح لها بعد ما نقول لكم اللي حصل النهاردة في كواليس اجتماع اللجنة القديمة مع اللجنة الجديدة بحضور وزير الشباب ورياضة في تكريم اللجنة القديمة وفي تسليم مهام الملفات المقبلة لللجنة الجديدة تعالى نسترد كواليس اللي حصل النهاردة في نادي الزمالك اللجنة السابقة برئاسة اللي واقع مدعب العزيز تواجدت بمقر النادي زهرا ودعى وزير الشباب ورياضة اللجنة السابقة للتكريم بمقر الوزارة عصرا في وجود اللجنة الجديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب وزير الشباب ورياضة منح اللجنة السابقة درع الوزارة ووجه لهم الشكر على ما قدموا خلال الفترة الماضية أعضاء اللجنة الجديدة من جانبهم توجهوا لمقر النادي عشان يتسلموا مهام عملهم من اللجنة السابقة قعدوا فترة طويلة لمدة ساعة ونصف بيقدم فيها مسؤولوا اللجنة السابقة كل الأوراق والمستندات لللجنة الجديدة وده ده الظرف المالي اللي عندنا ده المشاكل اللي واجهناها ده الملفات اللي لسه عالقة ده الحاجات اللي بنحاول ده الحاجات اللي خلصناها وده الوضع قدامكم اللجنة الجديدة ما زالت منذ هذا الوقت وحتى الآن مستمرة في عقد أولى جلستها داخل مقر نادي الزمالك عشان تبدأ ربما أولى قرارتها لكنها عندها مباراة هتحضرها في استاد برج العرب بالغد بإذن الله أمام المصر بورسعيد دي بعض اللقطات اللي صورناها بكاميرا المطش النهاردة لحضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حتى الانتخابات اللي في نوفمبر بحسب ما هو معلن وبقي أعضاء اللجنة اللي تواجدوا الأستاذ هاني بيرزي ونجوم الإدارة الحاليين اللي أكيد على عاطقهم مسؤوليات كبيرة قوية تقيلة لكنهم يعلمون بها قبل حتى وصلهم إلى هذا المنصب طيب فيما يخص بقى الكرة العالمية واللي حصل النهاردة منشستر سيتي كده كده بطل الدوري الإنجليزي منشستر يونايتد كده كده الوصيف واللاثنين كده كده راحوا لدوري أبطال أوروبا من قبل جولة الحسم النهاردة لكن كان الصراع على مين هيكون تالت ومين هيكون رابعة من ضمن صراع ثلاثي بطاقتين فقط مؤهلتين إلى الدور أو إلى دوري أبطال أوروبا كان الصراع ما بين تشيلسي وليستر سيتي وليستر سيتي تبدلت المراكز لكن ظل الاثنان تشيلسي وليبر بول متواجدين في أوروبا لأن ليستر سيتي اللي كان صاحب اليد العليا طوال مدة المباريات اللي تلعبت في نفس التوقيت خسر بشكل مفاجئ بعد ما كان متقدم على توترا موت سبير مرتين خسر بنتيجة أربعة اتنين فما استغلش أن تشيلسي خسر بنتيجة اتنين واحد بنتيجة مفاجئة ودرامية النهاردة في مواجهته فيها الدور الإنجليزي فليبر بول انتصر وكده كده ما كانش مستني حاجة من حد فتأهل ليبر بول عشان رحلة العشر ما تشاط من غير خسارة بعد مستوى كان متراجع ضيع منه الدور الإنجليزي اللي كان بيحمل لقبه وبعد مستوى خلاه أساسا محتمل إن ما يروحش دوري أبطال أوروبا وعد محمد صلاح بعد النتائج السلبية من فترة وقال لهم بقول لكم إن الموسم مش هينتهي بالوضعية اللي احنا فيها دي وقد كان ساديو ماني سجل هدفين واحد منهم بصناعة محمد صلاح وتوجه ليبر بول ببطاقة دوري أبطال أوروبا أكيد هي مكسب بالنسبة له آه مش ما ينفعش إن يبقى المتوج الموسم اللي فات بالدوري يبقى طموحه دوري الأبطال لكن تبقى لللي حصل في الموسم ده سواء بقى من ظروف إصابات أو من نتائج متراجعة فأكيد هو مكسب بالنسبة له إنه خلص في النهاية بالتأهل يا دوري أبطال أوروبا وما أجمل إن اللاعب رقم خمسة بينالدم بيشهد تكريما في إشارة إلى إنه راحل خلاص في نهاية الموسم رحلة بقى هتكون فين هل هتكون في انتر ميلانو بطل إيطاليا هل هتكون في برشلونا زي ما تقال بقى لهم سنتين أيام مكان احتفلوا به ودروا تكريم ودرع ليبر بول في نهاية مشواره على جانب آخر تشيلسي ما زال بيرسل رسائل مقلقة جدا لجمهوره قبل ما يلعب مع منشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية يوم 29 اللي هو السبت إن شاء الله فالقلق دلوقتي على إنه بيخسر في مباراة ما كانش ينفع يخسرها ومن حصن حظه بس إن ليستر سيتي خسر وللسنة التانية على التوالي ليستر سيتي بيفقد نقعده المؤاهل لدوري أبطال أوروبا في الجودة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكن في النهاية حتى مع الخسارة من أستنبيلا بهدفين واحد سجله والتاني صنعه تراوري لعب تشيلسي السابق فتشيلسي على أقل ارتاح إنه تأهل إلى الدوري أبطال أوروبا في النسخة اللي جاية وما بقاش مستني مباراة من شيستر سيتي عشان يحسن بيها المشاركة في النسخة اللي جاية كمان من الحاجات اللي كانت محزنة أو مخلقة إن مندي اتعرض للإصابة ونزل كيبة عشان يتصدر ضرب الجزاء فدخلت في مرماء كده كده يعني فتشيلسي في النهاية راح لدوري الأبطال وإنقاذ لموسم بعد ما كان مبهجا في منتصفه بعد عودة تخل كان ممكن يبوز لكن دلوقتي أنقذوه والفضل لده بيل اللي سجل هدفين فانتهت مباراة توتن واتسبير أمام ليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين هاري كين صراع الهدفين هو اللي كسبه كانت منفسة بالتساوي ما بينه من محمد صلاح النهاردة لكن للأسف اللي حصدها هو هاري كين مستحق بكل تأكيد سجل هدفا ضمنه الربعية محمد صلاح لم يسجل فتفوق هاري كين بفرق هدف عن محمد صلاح ودي للمرة التالتة في مشواره كلاعب كرة ومن الأرقام القياسية بالنسبة له هو السنة دي هو أكثر عدد من الأهداف وأكثر عدد من صناعة الأهداف فخد الجايزتين في مرة واحدة بس النجم الإنجليزي هاري كين اللي غالبا خلاص بيودع توتن واتسبير بعد ما قال لهم أنا بنهاية الموسم ده عايز أمشي مين اللي هيقتنس خدماته بحسب التقارير يبدو الأقرب ربما منشستر سيتي مع صراع من منشستر وينويتد مع أسماء تانية زي تشيلسي دخلت فيه وربما حتى أندية في الخارج هنشوف من يقتنس خدمات المهاجم الرائع هاري كين اللي خد لقب هدف الدور الإنجليزي وهاردوك لمحمد صلاح لكن كان موسم على مستوى الفردي رقمياً لمحمد صلاح جيد جداً أكيد مش أحسن مواسمه لكن الموسم برضو يخليه ضمن الأفضل في الدور الإنجليزي هذا الموسم أما في إنجلترا برضو وأخيراً قبل أن نسيب القصة هناك حصل فيها إيه فأقول لكم أنه منشستر سيتي النهاردة خلاص بيعملوا بقى الاحتفالات الدوري خلص واخديني الدوري بقى لهم ثلاث جولات لكن برضو تعالوا مع بعض نشوف الاحتفالات احتفلوا بالفعل وكانت لقطات الاحتفال جميلة ومبهجة وجورديولا بيحتفلوا به وبيرفعوه في السماء فإرنانديني هو قائد الفريق بيرفع لقب أو كأس الدوري الإنجليزي بعد ما نجحوا فيه التتويق به أجويرو كانت خماسية قاسية في مارما إيبرتون سجل هدفين نزل آخر عشر دقيقة تقريباً وسجل هدفين فيهم آخر مباراة ليه في البريمير ليج مع منشستر سيتي ورفض أنه يسيب منشستر سيتي في الدور الإنجليزي إلا وهو أكثر اللاعبين في تاريخ البريمير ليج تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد تفوق على واين روني أجواء مبهجة ومن حسن الحظ كمان إن هي بتشهد أو ضمن عودة الجمهور فبرضو احتفلوا أمام عدد من مشجعيهم ولو بنسبة ما جورديولا حلمه اللي جاي بعد كأس كرباو وبعد الدور الإنجليزي أكيد في نفس الموسم دور الأبطال بيصطدم بتخل هنشوف إلا هيحسن في نفس الاحتفالات دي ظهر رياض محرز بنجم الكرة العربية والجزائرية حاملاً عالم الجزائر وعالم فلسطين في إشارة إلى أن الأمور لم تنتهي أكيد تبقى القضية حتى وإن كانت فيه هدنة برعاية مصرية لوقف إطلاق النار ففي النهاية تبقى القضية عالقة في أذهان كل عربي وكل إنسان وكل مسلم رفع عالم فلسطين وأشاد به الجميع في تكرار للقطة عملها بول بوكبا زي ما شفناها من أيام في ملعب أولد ترافورد طيب خلينا نعرف بقى إيه اللي بيحصل ما بين لجنة قديمة سلمت المهام للجنة جديدة داخل نادي أزامالك أرحب أتفيا بعضو اللجنة التنفيذية السابق في نادي أزامالك الكابتن إبراهيم عبدالله كابتن إبراهيم أهلا بك منورني أخبارك إيه كويس الحمد لله صدقت أنت في النهاية قلت استقالنا بعدها طلع نفي وفي النهاية طلع فعلا في استقالة وفي لجنة جديدة والله مش عارف انت بتحرجني بالكلمة دي بس أنا مش كنا مش قصد إن أنا أقول حاجة وتطلع تتنفي أنا دايما كنت بحب أقول الحقيقة داخل ناوية زمالك لإني من حق الجمهور أن يعرف تمام طيب عايز بعد نهاية مشواركم اللجنة القديمة اللي سلمت مهامها لللجنة الجديدة عايز عرف تقييمكم بشكل عام والملفات اللي تم تسليمها النهاردة لللجنة الجديدة ورسالة تحب تقولها أكيد ليهم بما إنهم هيديروا الملف الفترة اللي جاية حتى إجراء الانتخابات كابتن إبراهيم قبل أي حاجة أحب أشكر معامل الوزير أشف صبحي اللي إدينا فرصة إن إحنا ندير من الزمالك في فترة عصيبة يقال إننا فيها كتير أحب أشكر الدكتور أشف صبحي تاني على دايما تطبيقه لصحيح القانون سواء لما إحنا جينا أو سواء لما قبل استقالتنا بسبب الحكم الصادر بتطبيق لحل السرشدية وتعيينه للجنة الكابتن حسين لبيب وقبل أي حاجة أحب أشكر الكابتن حسين لبيب وهن على رئاسة ندير زمالك وتمنى له التوفيق كابتن حسين كابتن مصر وكابتن ندير زمالك في كرة القدم وواحد من رجال الأعمال النجحين وطبعا هو عدار بطولة قوية جدا هو كان مدير بطولة كاف العالم حد شيء ينكر الدور اللي هي أبو حسين لبيب في نجاح البطولة صح وواطف اللحتي اللبيب بكل المجموعة المحترمة الممتازة اللي معاه يقدروا يقودوا مصرس النبي لنجاح كبير بإذن الله يحققوا الجمهير على الرغم من الظروف الصعبة اللي هم تولي فيها المسؤولين تمام الوضع المادي اتكلمته على صعوبته واللجنة الجديدة جاية وعارفة الصعوبة وتكلمت عليها كمان في بداية تصريحاتها النهاردة تفتكر اللي انتوا انجزتوه واللي هم نوين ينجزوه ممكن يحل المشاكل المادية في الأشهر القليلة المقبلة كابتا إبراهيم أقول لحديك حاجة أستاذ هاني ناجس زمالك دايماً بقولها مؤسسة عريقة ومسدى التاريخ يفوق المئة وعشرة سنة مجلس دي يجي يسلم مجلس وفي بعد الأحيان لجنة بتيجي يسلم لجنة يستمر الكيان وكل المجالس دي يضبني على ما سبقاه تمام ونادي الزمالك بيثبت كل يوم ان مليء بأبناءه المخلصين اللي يقدر يقفوا جنب النادي ويضروه في أي أزمة ايا كانت ايا كانت نوع الأزمة يا ايه اللي انا هقدر أسج فيه أسج في قدرات الكابتن حسين والمجموعة المحترمة اللي معاه كلها معاه كمان محمد بن إتريبي نايب رئيس واحدة من أكبر بنوك في مصر والدكتور حسين الثمري المدير التنفيذي اللي هو تحمل أعضاء كتير معانا يعني احنا بنشفق عليه هو مكمل المرحلة كمان الدكتور حسين لما قبل ان هو يكون مدير التنفيذي هو متطوع دون فلوس صح دائما كانت اللجنة بتاعتنا متطوع وزي مجلة الدراء الحالي طبعا هو لا يتجاب أكرا على الوقت اللي هم هيقضوه في خدمة نادي الزمالك وسعاد جماهيرو أكيد 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 اللجنة جاية عارفة جروف النادي عشان هما رجال مخلصين من أبناء دي الزمالك تمام عارفين هما يعملوا إيه ومتحملين مسؤولياتهم واللي أنا أقدر أقوله نحنا معاهم وبدهرهم بصفة جمهور من جمهور الزمالك لو أنا تستقبل تدخل معاك المداخلة جاية ايوه انت تفضيك العزيز لكن أنا أدخل بتفقي واحد من جمهور الزمالك اللي تتمنى التوفيق لللجنة الجديدة واحد من أبناء دي الزمالك اللي في أي وقت النادي يطلب منه أي حاجة ما كنت أحت أمر النادي أمري ما كنت أبغدم النادي عشان أنا في منصب أو في المركز لأ عشان أنا دي الزمالك اللي فضل علي لما دي فضل عليك كثير جدا 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 من أبناؤه ونسبت دايما أن دي الزمالك مليان برجالة مخلصية أمينة ربه جوا جدران النادي تمام ما فيش أي حد من اللجنة اللي موجودة حالية دي غريبة عن نادي الزمالك مم وهاي آآ كمان كابتن آآ طارق جبريل الموديل المالي طبع كابتن هندبول السابق برضو مم قبل كده تولى مهمة آمين الصندوق في فترة من الفترات وأنجز كانت فترة عصيبة برضو مزموعة مع آآ دكتور كمال درويش وعدوا المركز نادي الزمالك مليان كابتن حسين لبيب والمجموعة المحترمة معاه تمام بإذن الله هتخد النادي البرج بإذن الله طيب أسئلة سريعة جدا أما أنا الأوان بما أنك ذكرت الدكتور حسين السمري من شوية وكان ضيفي الأسبوع اللي فات أن يعرف الناس من صاحب قرار رحيل باتشيكو أسئل الدكتور حسين هو قال لي أنا جيت لقيتهم مشوه يعني الكلام معالش يعني أنا معالش يعني أنا بضحك معاك لكن الحقيقة وزي ما قلتها أنا عندك في البرنامج قودنا في مجلس إدارة نادي الزمالك ديمقراطية الحوار ودكتورية التنفيذ تمام هتفيد في حاجة أن أنا أقول لك أن أنا ما كنتش مسؤول عن القرار مش هتفيد أنا كنت موجود ومسؤول عن القرار لكن برضو زي ما قلت قبل كده هل القرار كان صائب ولا مش صائب أقول لك ليه هو الفكرة مش بس صائب ولا مش صائب لأنه البعض لما لقى أنه الكل بيقول أنه مش أنا اللي خدت القرار راح لتأويلات مختلفة وصلت لحد أنه لأ ده واضح أنه مش قرار مجلس إدارة ففي ناس فسرتها لحتة أبعد بقى لحتة المجلس لم يتدخل أحد لم يتدخل أحد تطريحا أو تلميحا وأمر مجلس إدارة الزمالك أو اللجنة المؤقتة برياجة المحترم اللواء عماد عبد العزيز أي قرار كل قرار استاخد في نادي الزمالك كان قرار من اللجنة واللجنة فقط هي كانت صاحبة القرارات أي حد أمل عليها أي قرار تمام طيب عقد مصطفى محمد النهاردة تم تسليمه ضمن الملفات أكيد وهو لعب ما زال حتى الآن معارم من الزمالك لجلاتة سراي ممكن تتحول إلى بيع بنهاية السنة فإيه اللي شرحته وإيه اللي تقال في الملف ده أو العقد ده النهاردة يا كابتن إبراهيم ما فيش حاجة آآ 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 هاني لفات بمنتهى الكفاءة ومنتهى الجراءة على تحملهم المسؤولية في الوقت آآ 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 آ� يقدر يخدم نادي الزمالك. مه. الحمد لله. آآ مجلس ادارة عارف. الصادق. مجلس الادارة الجديد. عارف ضعيم عبدالله عامل ادارة نادي الزمالك. وكان مبهوده في توفير الاموال اللازمة اللي احنا طرفنا بيها. على طرية الكرة والالعاب الاخرى. مه. وادارة النادي في الفترة اللي فاتت. انا وزملائي المحترمين في المجلس. مه. لما يجي وقت الانتخابات نتكلم في الانتخابات. مه. نادي الزمالك. عنده فترة انتقالية جديدة. مه. ياخدها المحترم حتى اللذيب. مه. والنجلس المحترم. والنهاردة احنا سلمنا. يعني لسه في مرحلة التفكير. لم تقرر. انا في مرحلة التكريب. ما ينفعش اتكلم على انتخابات على نادي الزمالك وما فيش باب انتخابات فتح. سواء انا كنت ناوي او اش ناوي. مه. ما ينفعش احنا كنا بينعيب على الناس اللي بتعمل كده. مه. لما الانتخابات يتحدد معادها وتقدم ساعتها واذا كنت هخش الانتخابات ولا كمان القايمة اللي انا ممكن اخش فيها. مه. والتوافق اللي بيننا اشوف لها عامل ازاي. الكلمة مش كلمة ان انا هخش الانتخابات او مش هخش. مه. لاخد لو يخش الانتخابات فانا هخش الخدمة ان جاتني الزمالك. مه. وابقى عارس ان انا داخل مع المجموعة نقدر نخدم وما توفقين فيها. لكن دلوقتي انا معرفش الانتخابات معادها امتا. لكن دلوقتي المطلوب مننا ان احنا ندعم هذه اللجنة ونقف في ظهر هذه اللجنة ونقدم اي دعم لهذه اللجنة كزمن قوية وكجمهور. وجمهور الزمالك هو افطأ نادي داعم لنادي الزمالك. مه. وداعم لليجانه او مجال تجارته. تمام. على مر السريح. تمام. كابت ابراهيم اشكرك وبالتوفيق. لح قبل ما امشي. اجا اقولها. اتفضل. احب اؤكد. مه. شكري. لفريق الزمالك لكرت القدم الابطال الرجالة. مه. اللي نسيوا اي مشاكل في النادي. مه. وركزوا عشان يساعدوا جماهور. مه. وحافظوا على المركز الاول من اول يوم. مه. بغاية المهاردة. مه. واكد ان شاء الله باذن الله. بدعواتك جماهير. وباخلاص اللعيبة في الملعب. مه. الدوري العام السنادي. زمالكاوي. 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 عايز تكمل بقية الجملة اللي قلتها كزا مرة قبل كده. الدوري زمالكاوي رغم. اه. الدوري زمالكاوي بمجهود لعبته. وبمجهود رجالك اللي اتلعث في الملعب. اه. وبمجهود مسامة نبيه. اه. اللي بازل مجهود من ساعة ما جي الغد دلوقتي. ولا انكر دور عبد الحليم عليه. اه. واشرف قاسم في استقرار الفن. كارترون لأ. وطبعا انت مستر كارترون. اه. مستر كارترون. مش. يعني اكيد مستر كارترون دور كبير في الاستقرار الفني. بس انا مش مش طالع ان انا امدح في الناس. اه. اي. ابدل الناس اللي كانت موجودة. ومشي بباقي كابتن اشرف. تمام. اللي من اليوم ما استقال. ما تكلمش ولا كلمة. وكابتن عبد الحليم الناس دي ضحت فعلا من وقتها وبمجهودها. اه. ومن بيتها عشان تكون موجودة. جاء بناج الزمالك في وقت عصيف. اه. وجي بيكمل المأمورية بمنتهى الكفاءة وبمنتهى الاخلاص كابتن وثامنة بي. اكيد. بشكرك جدا كابتن ابراهيم عبدالله. واكيد الشكر موصول ليك ولكل من عملوا في الزمالك الفترة الماضية. وبالتوفيق للمقبلين ان شاء الله اللي بدأوا بالفعل مهمتهم. عضو اللجنة التنفيذية السابق في نادي الزمالك. الكابتن ابراهيم عبدالله من جديد بس قبل ما سيب الزمالك اقول لكم ان تم الاعلان عن تعيين تلت متحدثين رسميين للزمالك. كلهم في ملف خاص به. ملف التعامل مع وسائل الاعلان والصحافة. هيكون لها متحدث رسمي من جانب الزمالك. ملف للاعلان او كمتحدث رسمي لقطاع كرة القدم في نادي الزمالك. بقى غير متحدث رسمي في نادي الزمالك. هيكون بقى باسم النادي بشكل عام قرارات المجلس وغيره من الامور ده بحسب ما اعلن نادي الزمالك من شوية. بعيدا عن او ببعيننا اتكلمنا عن الدوري الانجليزي والتي اتحسمت مقاعده النهاردة المؤهلة الى اوروبا ففي اه فرنسا. النهاردة لم يحصد اللقب باريس سان جرماء. وده دايما الخبر. انه باريس سان جرماء لو خدر دوري فده مش الخبر. لكن اذا توج متوج اخر بالبطولة فده الخبر. ليل بينجح في فرض سيطرته على الدوري الفرنسي للمرة الرابعة بس في تاريخه. واللمرة الاولى من عشر سنوات. وخدها على حساب باريس سان جرماء. اللي كان بيلعب النهاردة عايز يكسبه في نفس الوقت عشان ياخد الدوري. لازم ليل يخسر من انجي. لكن ليل نجح في الفوز على انجي. بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. في الوقت اللي باريس سان جرماء رغم يفوزه على بريس. بنتيجة اتنين دون مقابل فلم يحصد اللقب. بتالت مرة في الفترة اللي تولى فيها ناصر الخليفي المالك الجديد للنادي. المهمة تالت مرة بس ما ياخدش فيها باريس سان جرماء. البطولة مرة من موناكو خدها منه. مرة من بيليه. والنهاردة ليل حصدوا اللقب. فتوجه ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم. اما في ايطاليا فكان الصراع النهاردة بعد ما توجه في انه يكسب بولونيا اربعة واحد. فتأهل الى دوري ابطال اوروبا. برفقة ميلان اللي كسب اتالنتا بنتيجة اتنين صفر. فتأهل ميلان واتالنتا ويوبنتوس ونابولي اللي اتصدم بهدف تعادل سجله في مرمى الى سبيرونا. بعد ما كان ضامن مركزه في التأهل لدوري ابطال اوروبا هبط للمركز الخامس فراح الى الدوري الاوروبي. دي الدنيا في العالم كله. تعالوا بقى نستعرض الدوريات الكبيرة كلها. مين المتوجين؟ مين المتأهلين عشان نعمل كده جولة سريعة كده؟ ومين اللي هبطوا؟ ونطلع لفاصل بعدها. المتأهلون لدوري الابطال في انجلترا هم منشستر سيتي ومنشستر يونيتد وليبربول وتشيلسي. والمتأهلون هناك لدوري الاوروبي هم ليستر سيتي وويست هام يونيتد. وللدوري المؤتمر الاوروبي البطولة الجديدة فهو توترا موتسبير بعد ما كسب النهاردة فريق ليستر سيتي وبوز على ارسنال المشاركة في اي بطولة اوروبية السنة اللي جاية اساسا يعني. الدور الانجليزي هبط منه فولم وويست برومتش وتشيفلد يونيتد. كان اول الهابطين. اما في اسبانيا فالمتأهلون لدوري الابطال هم اتلتكو مدريد ريال مدريد برشلونة ومعهم اشبيلية. والى دوري الاوروبي المتأهلون هم ريال سوسيداد وريال بيتيس. والى دوري المؤتمر الاوروبي فيا ريال. هبط ويسكا وبلد الوليد وايبار. اما في ايطاليا فتأهل انتر ميلانو بطل الدوري. ومع ميلان واطلانتا ويوبنتوس الى دوري ابطال اوروبا. وللدوري الاوروبي نابولي ولاتسيو تأهلاه. والى الدوري المؤتمر الاوروبي روما. تفتكروا ممكن روما يلعبوا توتنا متسبير في التصفيات المؤهلة لدوري المجموعات في دوري المؤتمر الاوروبي. فنلاقي مورينيو بيلعب فريقه اللي لسه ماشي بينه من شهرين. اما الهابطين في الدوري الايطالي فهم بين فينتو وكروتوني وبرما. في المانيا باير ميونيخ بطل الدوري تأهل لدوري الابطال وبرفقته لايبزيج وبروسيا دورتموند وفولفسبورج. وهبط او تأهل لدوري الاوروبي انتراخت فرانكفورت وباير لفيركوزن وتأهل لدوري المؤتمر الاوروبي يونيون برلين. في نسبة كبيرة هبطت زي فيردر بريمن وزي شالكة ومعهم كلين هيلعب مباراة فاصلة عشان يعرف مكمل ولا هابط. اما فرنسا اخر الدوريات الكبرى الخمسة فليل تأهل لدوري الابطال مع باريس سانجرما وموناكو هياخد تصفيات دوري اوروبي ليون ومرسي والمتأهل لدوري المؤتمر الاوروبي هو رين وهبط من هناك نانت ونيمس وديجو. دي الدوريات الاوروبية الكبيرة خلصت النهاردة. عايزة بارك للزعيم السعودي الهلال. النهاردة طوي جابطنا للدوري السعودي للمرة رقم 17 في تاريخه. والتاني على التوالي والربعة في اخر خمس سنوات. مسيرة كبيرة ممتازة رائعة للزعيم الازرق في السعودية. النهاردة كسبوا التعاون بهدف سجله جوميز عشان يواصل مسيرته الرائعة كمهاجم للفريق. وهدف الدوري السعودي هذا الموسم بأربعة وعشرين هدفا وتتويج معتاد في المواسم الاخيرة للهلال. باليوم مبروك للهلال ولجمهوره. بطولة الدوري السعودي هاردك للشباب اللي كان بيراحقه فرق أربع نقاط قبل جولة واحدة بس من الختام. فلا داعي أساسا لإقامة الجولة على مستوى التتويج. فاصل وبعد الفاصل هنكمل معكم لكن قبل الفاصل دعا نستعرد سؤال الحلقة النهاردة وهو عن بيرامدز مين لو اتفرجت على المباراة نجم هذه المباراة. بيرامدز مع إن ينبا اللي تأهل من خلالها بيرامدز إلى نصف نهائي دوري أو الكون فيدرالية مواجهة الرجاء البيضاني المغربي. رقم الرسائل القصيرة 23-20. وفي هذا التقرير بعض التصريحات بعد نهاية المباراة وبعد الفاصل مكملين معاكم في المطش فخليكم معنا موسيقى 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 الله الحمد لله يعني بحمد ربنا وببرك اللعيبة اللي عمله مجهود كبير جداً الملعب زي ما انت شايف والجو كان حر جداً اللعبة عملت مجهود ومركزين من أول لحظة جينا فيها ماجيريا واللعيبة نسيت المطش اللي خاتت ونتيجة اللي هي 4-1 وما اعتمدتش عليها وركزت وفي الاخر ربنا كرمنا يعني الحمد لله نارضة نتعادل في أجواء صعبة فالحمد لله هي كل حاجة في الرحلة صراحة صعبة كلها يعني خلنا نقول اللحظة الرحلة كلها صعبة بس انت في الاخر بتعتمد وحط صدقة كلها في اللعيبة فاحنا الحمد لله معنا نوعية لعيبة رجالة وفي المطشوات الصعبة والكبيرة ببقوا لعبة كبار جداً وعندنا هدف كلنا بنشتغلوه وده الظهر على لعيبة النهاردة وتركزهم ربنا يكرم ان شاء الله يعني الاجازة التي تحقها السنان اللي باجت نحقها السنة دي بس نحرز البطولة ان شاء الله والله الحمد لله احنا بص احنا واخدين الامور واحدة واحدة يعني الحمد لله خدنا قطعنا مشوار كويس عندنا ماتش قبل النهائي نستنين ان شاء الله كمان ساعة هنعرف الدنيا فهي هنلعب مين لكن خطوة كويسة احنا زي ما بقول احنا نادي عندنا امكانيات كبيرة جداً نبادرة موفرة امكانيات عندنا مجازة بأني موفرة عندنا لعيبة رجالة طول الوقت ولعيبة عندها هدف وبتسعاله كلنا بنسعل لهدف ده ربنا قربنا السنان اللي فاتت وعملنا مشوار كبير فاول مشاركة للنادي وصلنا نهائي السنان دي عايزين نزود الامور في خطوة ونحرز اللقب ان شاء الله وده اللي بنشتغله وبنسعاله وهدفنا كلنا ان شاء الله فا في الاخر احنا بنتعب وبنقتعب كلنا كمنظومة وبنتمنى ان شاء الله يبقى توفير ربنا معنا ان شاء الله القاتل النهاردة في مباراة أنيينبا بنهني ككابتن وكلمنا عن المباراة الحمد لله طبعاً اول حاجة ببارك طبعاً لكل الناس في مصر الحمد لله من الناس اللي بتدعمنا الحمد لله عملنا علينا طبعاً انتشافك جوا عامل ازاي ومصر متعب جداً بس الحمد لله اللعبة كانت رجلها والحمد لله ربنا somos 우리 الله عشرين كلنا تعبنا ون شاء الله ربنا كربنا ان شاء الله في المصر اللي جاي ب własن الله والله الحمد لله طبعاً كل ده من فضلك من ربنا الحمد لله هو انا مقطعة تلكورا بصيت عبود لئيته ولسا بيرجع فحفظها من فقدوم بوا خدق القول واببرك طبعاً لكل زمائلي و الاجعز الأفني و اليداري وكله طبعاً الناس بتعب معنا في الإدارة ون شاء الله احنا مركزين ب喜歡 الله ان شاء الله بإذن الله نأخذها السنة بإذن الله طبعا عن قابل كل ده احنا متعودين كلها لعبة زي ما بقول لها خبرات وحتى لك قبل كده خبرات كلهم لعبة كبيرة ومتعودين على الأجواء دي بس النهاردة الأجواء كانت صعبة جدا والملعب كمان كان يعني عامل في حاجة في الأرض كده بتخلي رجلنا من تحت بتبقى مولعة بس الحمد لله اللعب كلها كانت رجالة والحمد لله عملنا اللي علينا النهاردة وببارك طبعا لكل الناس اللي تدعمنا وان شاء الله ربنا ينكرمنا في اللي جاي والطلاب تاعتنا ان شاء الله صحيح لا انا الحمد لله بخير ما في شي احاك أولا بس اتخبطت في رجبتي بس الحمد لله كويس وان شاء الله جايز للمرشدة اللي جايز 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 مبروك طبعا الصعود ان شاء الله ماتش ركزنا في أجواء صعبة جواحر وان هلحب تريتان زي ما انت شايف الحمد لله يعني مبروك النهاردة الصعود هنا ومكسب لتها دي برامد ان شاء الله تمهم بتاعنا اللحمة مروح النهائي ان شاء الله ونحقق المطلوب مننا وان شاء الله ناخد البطولة دي السنة دي أما عن المستوى الثلاثين دي اللي عنا لعبتهم الحمد لله يعني راضي بشكل كبير يمكن الاجواء بقى لي فترة ما نضعبش ماتشات افريقية الحمد لله ابتالي هي ترجع نفسي واحدة واحدة وان شاء الله نتمنى ما الدكتور اللي صاحب يكون بسيطة ان شاء الله الحمد لله توفير ربنا طبعا اول حاجة حسنا بنخالد معنا الفترة الحيدة في نواح statement ان شاء الله نكمل الفترة الجاية ونستنى اللي لا أيتأهى الان شاء الله وأحنا قاوية زيب إن شاء الله البطولة ديه نرجع بيها ان شاء الله والله يا بصفي في الشكة في الأمامية بس إن شاء الله هنكون شي حاجة كبيرة إن شاء الله بكروها رياح وبعات بكروها عمل إن شاء الله نتطمين إن شاء الله монكون شي حاجة جاندا اهلا بيكم مرة تانية في المطش بكرا ان شاء الله بداية الجولة رقم 24 من الدوري المصري الممتاز وعندنا في البداية مبارتين مباراة ساعة 7 ومباراة ساعة 9 في الإسماعيلية يلتقي الإسماعيلي مع مصر دي المقصة مباراة الدور الأول كانت انتصر فيها المقصة على الإسماعيلي 3-1 لكن إسماعيلي الدور الثاني غير إسماعيلي الدور الأول فهنشوف مواجهة ما بينه كمان الكابتن يهاب جلال هنشوفه في أرض الملعب حمد الله على السلامة ضد فريقه السابق اللي عمل معه مجدو الأول وهو دلوقتي بيدير الإسماعيلي فنيا الساعة 9 في استاد الإسكندرية مش برج العرب عشان تلخبط من شوية بيرتقي الزمالك مع المصري البور سعيدي في مباراة بيسعى أكيد خلالها الفريقين لتحقيق انتصار المصري لتثبيت أقدامه في المربع الذهبي ولملاء التقدم حتى ربما من أجل المنافسة على اللقب أو حتى لو كسب بكرة ولو بشكل مؤقت ممكن ياخد الوصفة من الفريق الأحمر النادي الأهلي أما الزمالك فأكيد بيسعى لتثبيت أقدامه في الصدارة معنا على التليفون الأستاذ طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري البور سعيدي أستاذ طارق أهلا بيك أستاذ هاني أهلا بحضرتك وأهلا بكل أستاذ المشاهدين منورنا بقالنا كثير ما تكلمناش آه يا حبيب ربنا يكلمك كثيرا وأستاذه حضرتك طيب وحضرتك طيب أبارك لك أكيد على الانتصارات الأخر المطشين انتصارين فترتيب بيتقدم وجدول بيتحسن كثير بالنسبة للفريق والله يا أستاذ هاني أعز أقول لحدك على الحاجة هو كل حاجة بيستعمل لفضل ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله آه الحمد لله مجلس الإدارة زي ما قلت لك بالأساس السمو الحاربية آه عمليم خطة زمنية كده مستقبلية للمحارة الجاية والحمد لله واحدة واحدة كده ربنا يكرمنا وبنلعب للفوز ونشطينا نساعد جماهيرنا المحترمة الغفيرة ونشطينا نحصل على بطول القصمة ونشطينا نعفق فضرلية تاني الحمد لله الفرقة ماشية بخطة ثابت الحمد لله فضل ربنا ثم كابتين على محر الغاز الثاني واللعبين الموجدين لعبين على مستوى عالي جهت مجلس الإدارة اللي مفر كل شيء فبعدمنا من ربنا أن يوفقنا في المرحلة الجاية لأن انت شاب حضرتك فرقة بتقدي موبرات ويسا جدا عملنا موبرات قوية جدا أمام الفرق يعني بفضل الله كله سبحانه وتعالى والتفق من عند الله والحمد لله اللي جاية حسنا إن شاء الله بإذن الله الاستقرار والنتائج اللي اتحققت هل فتحت الكلام مع الكابتين علي ماهر لتمديد تعاقد ولا دي حاجة متأجلة لنهاية الموسم بصرصة عز الله حدثة الحاجة إحنا الاستثمار حدثة النازي يعني بيتفق بالكلمة مش مهم العقد ولا هم متقرع وقود الحمد لله يعني هو متكلم مع الكابتين علي ماهر وجازه للمعاون ولكن التعاقد أرته الكرام ده كله وعندين برضو حلقة ويسا جدا مع الكابتين علي هم متقرعين إن شاء الله بعد نهاية الموسم يعني ده في حاجة كريفة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أحد هداف الدوري الموسم ده من المصري بور سعيدي بتكلم على عمر كمال عبد الواحد اللي عرفوا إن عقده من نهاية الموسم يخلص هل في تفاوط بدأ؟ آه في تفاوط بدأ وإذن الله يعني يجبني تعطيك متكلمة مع الكابتين عمر كمال عبد الواحد مش حاجة وبعد نقرح حاجات كثيرا في مواقع كثيرة إن حاجات كده مش مظبوطة على السن مجلس الأزارة إنما عمر كمال يعني عزوى اللي حاجاتك يغير على تنمية المدر مصر وهو وكل اللاعب الموجودين ومع فيش أي مشكلة خبش موجودة بنا بس في بطء شوية في المفاوضات على ما يبدو اللاعب نفسه لسه مش حاسم موقفه؟ لا 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 أبدا خارج أنت شاهد حاجاتك أنت بتلعب كل يومين مطش نحن كل يومين مطش وحدنا أنت بتلعب فين؟ بتلعب في اسكندرية في اسكندرية ولا أنت مع أسكر فيين؟ طبعا أسكر في استدبرج العرب يعني شوف بقى بتلعب مطشاتك في اسكندرية تلعبك في استدبرج العرب كل يومين مطشتك تتسفر رايح كاي وعندك برضو في اسكندرية النهاردة المسافة بين برج العرب واسكندرية شوف بتاخد بلوتوبيس كالتقف زل التقبيتي الحالي والصيف اللي احنا موجودين فيه والكلام ده كله فما فيش مشكلة حالس يعني ولا في بطء ولا في حاجة إن شاء الله بإذن الله مشكلة بالنسبة للكابتين عمر كمال وكمال مقاعد كابتين أحمد جمعة هو جمعة برضو عقده بيخلص بناية المسم ده؟ لا لا أبدا خالص هو رسالة لمسلم تمديد يعني تمام هو كان فيه يعني كلام آآ ووعوده كده بحسن إن شاء الله بإذن الله حيكون فيه يعني حاجة كده بالنسبة لبعض اللاعبين الموجودين في النازل المصري زي حسن عليه مسلم تمام تجديد عقده يعني أحراجنا صعود وعمري موصر اللاعب القديم دي كلها تمام ممتاز يعني كان في وعود إن هم يكونوا في المحرج في حالات كويسة لهم بيزن ده عن طريق بجسة كده إن شاء الله وده عدور إيه أخباره هيكمل إعارة هتتحول لبيع ولا هي نهاية الإعارة هيرجع بيراميدز؟ والله حد دلوقتي هو راجل مكمل معانا وعقده معانا عارل مدد موسمين تمام وطبعا الراجل عامل موبرد قويسة وكابتين أحمد مسعود فالله عام موبرد قويسة كابتين أحمد مسعود فالله عامل موبرد قويسة كابتين أحمد صاروات محمد شحاط عندنا مجموعة من الحراس وإن شاء الله يكونهم في المرحلة الكائية أحسن وأحسن ويبارغوا لازم من وجهة نظرة أنا الشخصية إن النظرة من جهاز المنتخب المصري ليه كابتين أحمد مسعود وكابتين أحمد رفعت وكابتين عمر كمان عبد الواحد ده لعابة قويسة ده لعابة قويسة في النظر المصري تمام أخيراً عن مباراة بكرة قبل مباراة الأهلي كنت أعلنته أن محافظ بور سعيد رصد مكافأة تلاتين ألف جنيل كل لعب في حال تلفوز هل في مكافأة شبيهة في حال تلفوز على الزمالك بكرة؟ والله مش هنسبق الأحداث عشان الفلقة موجودة في اسكندرية فطبعاً سيدتي اللواء كان حال محافظ بور سعيد ما في الزيارة أو كده إننا الحمد لله كل الدعم منه بصراحة وفي المرحلة اللي فاتت دي كلها وإحنا مقرحة لرجمة نشكر الأستاذ اللواء مقرحة لبعد الغدوان محافظ بور سعيد على الدعم المعنوي والمدي للعبين والجهاز الفني وطبعاً هو الدعم الأول والأخير للنادر المصري إن شاء الله بإذن الله نتمنى بإذن الله بكرة الفوز وبعد الفوز إن شاء الله يعني هكون في برض وحالات كويسة بإذن الله إن شاء الله شكراً لك ستاريء هاشم عضو مجلس دارة المصري البور سعيدي بمناسبة المباراتين اللي هيتلعبوا بكرة فاتحاد الكرة أعلن عن التاقيمين التحكميين للقاء وجاءت الأسماء كالتالي الكابتن محمود البنة هو هيكون حاكم الساحة في مبارات الزمارك مع المصري البور سعيدي يعاونه الكابتن سمير جمال والكابتن أحمد صلاح حكم رابع أحمد العباسي وحكم فيديو هو الكابتن محمد عباس أبيل ويعاونه أحمد جمال مساعد حكم فيديو أما مبارات الإسماعيل والمقصة يديرها تحكمياً الكابتن عبدالعزيز السيد حكم ساحة ويعاونه هاني خيري وعمد العقاد حكم رابع محمد الجريحي وحكم الفيديو حسام عزب وأحمد فهيم معاون لحكم الفيديو في لقاء الإسماعيلي والمقصة بمناسبة الكلام عن التحكيم عايز ارحب تفين بنجم كبير من نجوم التحكيم السابقين وصديقنا العزيز الكابتن ريدا البلتاجي نتكلم عن شوية نقاط كده مهمة كابتن ريدا ازايك؟ مساء الخير كابتن هاني مساء الفول ازاي حضرتك؟ ربنا خليك حزو الله يشهر عمد لله عايز اتكلم نظرة عامة الاول كده على تقييمة الاداء التحكيمي في الجولتين ثلاثة اللي فاتوا واهم الملاحظات اللي ممكن تكون رصدتها بالنظر لاني بتابع كمان مقالاتك واراءك في المجال التحكيمي في الفترة دي ربنا خليك كابتن هاني بس الجولة الاخيرة عدت بالها يمكن ثلاثة اربعة ايام معلش ننشاطها مع بعض تخلي مثلا اقولك انا عرضا ان الدوري القسم الثاني مشتع لكابتن هاني ويانا برضو حضرتك تلمس عليه شوية نهضة كنت برائم مغراف القسم الثاني على ملعب استاذ ده منهور ده منهور مع اه فاركو تمام فريق مهدد بالهبوط وفريق باسعى للقسم الاول مش انا لقولك اه رغم المغراف تهد بنتيجة كبيرة جدا ده منهور العريق صاحب التاريخ الكبير اه خصد خمسة واحدة على ملعبه ومهدد بالهبوط اه 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 فريق فاركو اه اه اللي باسعى جاهدا اه اه لنيل شرف ضطاقة اه اه اصطول دوره المتاز اه انا قعد بين الجهازين بين البجلس الدارة فريق مش قادر اقولك كمية القلق والتواطره عن كل فريق فيهم ودي ده خليني اقل كلمة لولادي وزملاء الحكام لازم يتموا اكتر مجرى شوية الموضوع خطيل جدا قال حكم خلاص 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 مطس وأنا كنت واحد فيه مبغى وتصديتي ومرا واحميتي لكن مش قادر أقولك أن الموضوع مهم جدا وصعب جدا مؤثر وحساس جدا ومؤثر وخلاص الكرة اختلفت عندي قبل كتير يعني الموضوع بقى فيه مئات الملايين ومتعلقة بمصير المدربين والعيبة وجهزة فنية وعمال ملابس وجامهير فيريد كل حكا منازل مبرأة يركز سمانة في القطة دي في خاصة المصفات القسم الثانية التي أعتبرها أصعب يعني أن هذا أنا أصدق على الحكم وأنا شاهد أنه لو يدير مباراة للنادي الأهل التي تعتم بارح أسهل بكتير حقيقة والله يا عكسين أنا أصبب بالغ مصفات القسم الثاني لا أنا حاسني فيها مبالغة برضو وما تدير مباراة في قسم ثاني غير ما تدير مباراة في إياب ربع نهاي دوري أبطال أفريقيا برضو أكيد يا كبت لا العكس تمام كلهم مستوى بيعلى الأمورته أسهل بكتير جدا وزمالي اللي يأكد ما قلتي زمالي الحكام الدوليين الكبار لو رجعت في قسم الجمال غندور واسأله كده أنت أدارت نهاية أفريقيا وما تفضل قسم الثاني وقسم الثالث أنا سفضلت عني في هذه المباراة فخليني أنا إلى حضرتك دعوة لكل حكام المصدي مهمة جدا وعايزة تركيا خاصة ما فيش فيها تقنية الفار مفهوم حاجة ما يعتمد على المجهود والتنهاية المساعدين وتوفيره بنا الموضوع صعب جدا 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 طبعا كل المباريات الخاصة بالممتاز به ومتابعتها وأخبارها وتحليلها مع الزميل الدكتور إيهاب الكومي بشكل أسبوعي بنستمتع بطريقته في تقديمها وعرض القصص بما فيها الأمور التحكمية طيب نروح بقى للسؤال إيه أهم ملاحظاتك على الأمور التحكمية كابتن رضا وإحنا نشطنا كده الذاكرة بالإجابة على السؤال الأول تقريبا ايه أه أنا مثلا برده نفس المصيحة اللي أوتلح الحكام في القصة الثانية خاصة أنهم تأخذ معظمهم يعني الكبر فوق وتحت أريد مزيد من الاختدام مزيد من اللاقة بدنية مزيد من التعاون مع غرفة الفيديو مع الحكام اه أنا شاهد في قصور يعني انت رجعتني بالزاقيرة وسألتني اه على أجور قصور أنا أتمنى اللي يقعد جواه في غرفة الفيديو يكون أكتر اهتماما وعليه مسؤوليات قد تزيد عن الحكام يعني الحكام أحيانا بيشوف من زاوية واحدة الحكام الفيديو عنده ممكن أربع خمس زاوية بيشوف منها وعنده أريحية أفضل اهتماما الحكام الضار يتموا أكتر ويكون حريص جدا ويقدم كل ما لديه من دعم وتعاون مفروض ان احنا كل سيفة بداية وبقى صعب احنا مبر فترة سبيلة مفروض خبراتنا زادت وعليت بنكسب كل يوم خبرات جيدة أنا مفروض خطأ اللي عافية نهاردة ما عاش فيه ممكن صح بنفس الملحوظة كان في مباراة أم بي ودي دجلة مش عارف اتفرجت عليها ولا لا يا كابتن رضا في أواخر المباراة كان فيه التحام واضح قوي مطالبة من لعبة أم بي بضرب الجزاء على ودي دجلة الكرة يعني تعادت من كل الزاوية فكانت تبدو واضحة بالنسبة لنا لكن اتفاجئنا ان الفارما حتى ما استدعاش الحكم واخدوا قرار حتى بانه لا لو كان حصل كنا هنقول تمام الاتنين حكمين لكن هو الواقع ان حتى الفارما ندهش للحكم فاللعب خد انذار فاستغربنا شوية شفت اللقطة دي؟ شفت اكتب طب لك انت قلت فيه احتكاك اما رأيك فيه يرتقل رقل الجزاء او لا؟ رأيي انا اه رأيي انا اعتقد ضرب الجزاء لان من كده زاوية حتى ما كنت شاكك من اول زاوية وتأكدت في الثانية يعني اما رأيك حضريك الاهم انا هزيدك من مشتعر بيت وااكد على كلامك انها من خمس زاوية الخمس زاوية بتؤكد انها رقل انا انا شفت اه 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 اكتبت الحلمي طرال اه اه ساير بعد اه صح موراة يعني على غير عدث اه 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 وساير جدا وانا يعني بل تمثه قدر من العطر اه لكن مثلا اه اه رقل الجزاء تريبا في الدقايق لقشيرة من عمر المورا رقل الجزاء انا صحي شخصي سهلة تعرف اهاني اهاني انت كده اكتبت الجزاء بك عادلة اه وانت قاعد مرة وثين وثلاث اربعة مرس اعرف اقعد قرار فيها مم اه انا بلوم كان الحكم البرسعيدي اه سلامة كابتن ميدو اه ميدو سلام اه 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 هو رحنا للفار هنلاقي ان الكابتن امين عمر اللي كان بيديل القمة أبلها بأسبوعين هو حكم الفار اللي ما استدعاش الحكم فبرد اسمح لي اسمح ليس اكامل انا برضو بلوم اه اه سلامة ميدو ذا هو اه بطاقة صفراء في وقتها اي بيأكد ان فيه تمثيل وانا حقيقة كونيشة دي يعني واجعت قلبي كير اول يعني في حال كل حكامنا يا شباب مش كل سقوط في ملطقة الجزاء يبقى تمثيل احيانا بيقع عن مهاجم نتاج الدفاع او تلاحم او سعي العب الكرة او بيحمي دفسه مت كل وقوع شباب تمثيل انا لقيت البطاقة صفراء لكن انا ساج من اول واهلة انا بنت بالت فلم ينتم تقصف Big ladies هيا شكيتت كثيرا لكن مع الاعادة الأولى والثانية والثالثة ورابعة كل الاعادات متؤكد ان فيه رقل الجساء هاجم بقى استكمال الكلام خلفتك قالوهم امين عمر قالوهم المساعد مع رأسك معنا مساعدين لكن امين والمهاردة ما تقوله تسود حكام افريقيا ومفروض المعنوياته السمة واحد من 6 حكام مرشحين قوة لخلص العالم. أمين تبغير يعني أمين عنده فرصة يحقق المحاوس الكبار الحكام المصرية أنا دخلت التحكيم وعندي 26 سنة. هو دخل القيمة الدولية وعنده 25 سنة تقريب. أمين دخلت وعندي 26 سنة. لما ويت دولي كنت على مسارة في الأربعين. من الحقيقة السكوح كنت خلاص بحط رجلية وأنا بعتذل. أمين دخلت وانت عندك أقل من 26 سنة. عندك فرص ثلاثة أربعة كاس عالم. أنا بنوع أمين جدا. وبحمله جزء أكبر مسؤولية هذه اللعبة. وبأكد عليه. وعلى البقيين الفترة جاية في القسم الثاني شيء حوالي 7-8 أسابيع. برضو نفس الشيء القسم الأول حلم الدوري بيراود الكبيرين الأهل والزمالي. عرشان كان فيه حد يسالك بيلحقهم. الهبوط مع رقم ديل أصعب آآ صعبة جدا. وعايزة مزيد من الاهتمام. حرجع ثاني الأمين وأمين يا بني. وأنا سافي. وخلينا أقول لك أنا أنا في نفس مكانك دوت مع على صدق برج قبل خمس ستين في لقاء مع كبتل صوير. كان لسه أمين حكم رقم له. فأقول لي مين حسن حكم في مصر. كان لسه. وربما بي زعلت من الحكام الدوري في وقتها. تمام. كان لسه حكم صغير وأنا متوسل فيه حاجة كبيرة. لكن أنا زي كتب أنه كده في العزيم مباراة. تمام. كابتن جاد جريشا ألمح بأنه أيامه في التحكيم باتت قليلة. وأنه يتمنى التوفيق لنفسه ودعاء الناس في المرحلة المقبلة بالنسبة له. كترهاني. اتفضل كترهاني. بس هني. جهاد من حكام الكبار. وكان عنده فرص أولا من حق البطلات. كتير من الأسام الكبيرة في جنة أو اللي قابلين أو اللي بعدين. يعني يكفي فخرا أنه هو شارك السبعة أمه أفريقيا. يكفي فخرا أنه هو شارك كاس العالم. شارك مراتين كاس العالم السباب. شارك أولمبياد. يعني تاريخ تاريخ عفيد جدا. يعني جهاد حزين قوي وداخل السلطمات. قد لم يحليفك توفيق موراء أو أخرى. أنا أعايز تصالح من جهاد مع نفسه ومع زميله. وأقول له يا جهاد كم الموسم. وأنت حكم كبير. يخفقك في موراء أو. بالسبب كده تقول أنا بعني اعتدالي. وعندك كمان مثلا بعد إنتقى مسيرتك لك مستقبل عظيم صلاة في مجالات أخرى. قد يكون مش قراره هو يا كابتن. يعني هو بيقول القرار ده كنوع من احترامه لنفسه. بمعنى أن هو علم أن المباريات المقبلة ليها تكون قليلة. فآثر اتخاذ هذا القرار. لذلك العكس أنه مستقبل لجنة حكام يعني واخد موقف صلوه ولا حاجة. مش واخد موقف صلوه ما كانوا هيعقبوه. وكان فيه قرار بإيقافه بعد مباريات الزمالك وبيراميدز. دي المعلومات اللي بقولها. وبعدها لما حصل عليه هجوم ما بين بقى اتهام وكلام الكابتن ساي عبد الحفيز. والإعلام والناس رح كانوا من دعمه. خلوه يلعب مباريات المصري والمقصة. وقالوله أنه يبقى المطشط مش كتير على الفترة اللي جاية. لا مش كتير. أولا لجنة حكام بتجري ورائيا حكام كوي. تمام. أكيد. يعني أنا رايح أبصت على حكام أشوه أه دلع دور المتزوج. لا يطلع. يعني هم عندهم قلة في عدد الحكام. مصر تصير جدا. أنا أنت خليه بس مكان مبنزل بقاصة. إحنا الحكام ذاتي بتدلع. يعني إحنا أنا كانت نهامي أنا قبل سنة 98 أو سنة 99 أنا كانت تستمير زاهر علي رحمة لا. وقافني على كحة. يعني على لعبة كده بتعريفة. وهاجت علي جمهورة نادي الزمالك. اتوقاتي سنة. وقابلني كانت تستمير وكانت داب وخص عليه رحمة الله. قال لي ما عايش النبي راضي كده أخلا. أنا هنريحك شوية بس حتى نتاكسي الناس دي. كده. يعني ما أخطأتش حاجة والله همي. دلوقتي الحكام تلعب. وعليه دعني جدا جدا من كانت نحنان بجهد. وخلينا أسخر نحنان بجهد بجهد. إدالهم فرصة. احنا نكون ناس تحلم بربعة. ده. ده. الوحيد. اللي أصمم. وأصر على موقفه. أتاد مباراة أهل وزمالك. وده ثلف أنا لم أناله. يعني كل حكام جلنا. آآ جمال غدور لحكي مكسا عام مرتين. حكيمها مرة واحدة. صح. فإحنا ناخد ناس الثلف العظيم ده يا كابتنان. حكام مارضة عندهم دعم أدبي. بذكر عليه اتحد الفورة. مم. بذكر رحمة مجاهد. عندهم آآ. ده المدى إحنا سنوش. ده مصر خمال ثلف جنيه هاني. إحنا كنا نحكيب أعلى مصر. أنا بدأش الثلاث تجنيه مصر الناشئين. مصر الناشئين من ٢٠ جنيه. مم. أعلى مصر دار ومتشكت الحكي من ٢٠ جنيه. دك راند قريب. يعني ما فيش خمال ثلاث تجنيه. أي مفهوم. دلوقتي مصر خمال ثلف جنيه. وبعدين الحكاة مبلع السافت وحد. يعني الحكام استغالة. المصرات كثرة. كافي العالم كل ١٤ سنوات. تمام. هناك مختلح يبقى كل ٢٠. تمام. الحكام وضعه أفضل بكتير. مم. 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 تمر يا جهد كامل لموسم. تمام. وإن شاء الله لك مكان تاني مستوى إداري. وإن شاء الله. وإن شاء الله لنراك قريبا كمان كابتن ريدا البلتاجي في مكان تستحقه يعني على مستوى التحكيم المصري. بشكرك جدا كابتن ريدا البلتاجي. شكرا جزيلا. على وجودك معنا الخبير التحكيمي الكبير. النهاردة اتحاد الكرة رد على شكوى الأهلي. الخاصة بمشاركة سيف فاروج عفر في مباراة الزمارك مع ترايع الجيش. في خطاب عبارة عن سطر واحد بس. يعني المقدمة بتاعت الخطاب عبارة عن أربع تسطر. والخطاب نفسه بقى مضمون كرد سطر واحد. نفيدكم أن النص الوارد في خطابكم المذكور يخص فقط مسابقات المراحل السنية والناشئين والجمهورية. وهو نفس الرد اللي قاله معنا المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في تصريحاته التليفونية بالأمس. فلم يكن مفاجئا هذا الخطاب. لكن طبعا ده بيرجعنا بقى لقصة اللوايح وأن الليحة تستمر بها البطولة وأن الليحة تكون واضحة تماما بما لا يدعى أي مجال للشكل التأويل. وطبعا كان الكلام على لايحة التسعة وتسعين نفسها ومين الليحة التتويق بيها والمباراة الفاصلة. فتعا ناخد رأيي الزمارك ونجم كبير من نجوم الكرة المصرية رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمارك. كابتن طارق ايه يا كابتن طارق ازايك وحشني؟ ذا كهاني وانت وحشني جدا يا حبيب. أخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك الحمد لله تماما. الحمد لله. هابدأ من الخبر اللي انا تكلمت عليه دلوقتي انه كان قصة سفا روج عفر مشاركته في مطش طلاعي الجيش وشكوى من الاهلي ورد النهاردة من الاتحاد بانه لا مجال للشكوى وان المشاركة صحيحة بنسبة 100%. تمام احنا مشترف. يعني نادي الزمارك ما مشترف القصة بتاعت النبي الاهلي من اتحاد الكورة. احنا جلنا جواب من اتحاد الكورة يفيد بان العيبة دي ان انتهاء الاقاف بتاعهم. فاني هو يحق لهم اللاعدة في المباريات ابتداء من يوم عشرين خمسة. تمام. وهو يوم مباراة طلاع الجيش. وبالتالي كانوا موجودين الاثنين. انتعارف ان كان فيه نقص في الفرقة جديد. مطر كانت تيرونس عند بعض اللعيب الناشئين. من ضمنهم سيف جعفر وسامة فيصل. وكان موجود برضو حسام عشق ومجموعة جينة من اللعيبة. اللي تحقق في السكور كان سيف وكان سامة فيصل. والاثنين نزلوا. النتيجة تغيرت لصالح الناد في زمانك. الناد الاهلي اعتراض دي مش فصتي. القصة ان انا دلوقتي. برضو الجواب اللي يجي ده. انتعارف اللي حضر العفريق اللي عاركش يسرفه. ازاي بقى؟ هقولك ازاي. دلوقتي اللايحة بتقول ان انا البطل. اللايحة بتقول كده. ليش علاقة بقى انت بتتكلم ايه ده. راح هنا جاء هنا. اللايحة المادة الثالثة بتقول. وتأكد بصير مادة رقم 11. حضراتك احمد جلال ده استاذ اللوائع عندك في الاعداد. ممكن بعد ذنهاج يطلع علينا اللوائع دي على الشاشة. المادة الثالثة يا بوحمد. ماشي. بتقول ان فارق الاهداف هو الفايفر. لو مفيش. الترتيب العام. لا تحديد باية فرد اهداف. ماشي. بالترتيب العام للفريد. م اكد هزا كلاف في المادة 11. ليس بالرقم لتحديد البطل العام. او الفريد المترتيب العام للمسابقة. نرجع للمجاة في الفلالثة في المادة الثالثة. يعني ايه؟ مراتيا. القصة بقى جاتو ماتش فيصل وكلام ده كله مش موجود في اللايحة. يعني الماتش الفصل ده ازيزها بش موجود في اللايحة تعرف اين موجود في اللايحة. اللي موجود في اللايحة النقط ثم الأهداف ثم في الآخر يتقاسم الفئتين ده اللي موجود في اللايحة احنا تلعنا بيه حاجة تانية خالص ماشي جينا في مباراة اللي فاتت فجاء بعد جواد طب دلوقتي أنا بعد إسم حضرتك اللقاء المزمع اقامته يوم 26.05 اللي هو يوم الأربعة هل تعلم هاني إن أنا عندي نهائي تاني في نفس اليوم على منعبي 2003 ولا مش عارفين هل الناس اللي في اتحاد الكورة ما يدروش يبصوا في الجذول حلعب اثنين نهاية في يوم واحدة جماعة ده لو أنا حلعب 99 ده لو أنا موافق منعب أنا بقولك بس ايه شوف القصة جاهز زاي يعني عندي نهائي أهل 99 في السكة وعندي نهائي مع انبي 2003 اللي أنا أول للمساقق برضه طب ازاي طب هل خطبتو الاتحاد بالمعلومة دي اللي قد تكون فاتت عليه؟ ما هو لسه يا هاني بص أنا لما جالي الجواب أنا بصراحة يعني طبعا تعرف كان فيه طاطم انتقالية مبارح نظبوط تسليم وتسلم ما كانش حد فاضي فأنا بكرة حقعد مع الاخوة مع كابت الحديد لبيب والناس المسؤولة أنا وجمال عبد حبيب وحنعرض عليه هذا الكلام لأن الكلام ده لابد أن يبت فيه فاهمني؟ وبعدين احنا بعتين قريدي اعتراض من اللجنة الأولمبية ولجنة الظلمات على إقامة هذا اللقاء لو تسعة وتسعين هل يعقل أن أنا ألعب اثنين نهاية في يوم واحد؟ ده على فرض أن أنا حوافق أن أنا ألعب تسعة وتسعين طب هو بس أنا عايز أعرف الإجابة لأ ليه؟ علشان اللعيبة نفسها مشتركة ما بين هنا وهنا ولا لأنه التركيز لا، اللعيبة مش مشتركة من هنا وهنا أنا لازم ببقى موجود إحنا لازم نبقى موجودين متنديل الفريفين جهاز الإداري الموجود وجهاز الفني ورئيس القطاعات والمسرف العام ومديل الفني هيروح فين ولا فين يعني ما ينفعش مفهوم الحاجة التانية طيب هو باع الجواب للنادي الأهلي بيقول خطابكم المذكور يخص فقط مسابقات المراحل الثانية والناشئين والجمهورية معنا كده أن السبعة دول مش هلعبوا معايا مطشل إيه تسدين ده إذا أنا هلعب كلامي صح أو الغلط يا عم هاي صح طب هل يعقل إنك إنت تلعب مباراة صغيرة فلا ومعاكش لو أنت حتوافق إنك تلعب المصر إن أنا مش هلعب خلي بالي يعني أنا مش عايز ألعب آه لكن مستني القرار الإداري بقى لو النادي قرر آه القرار في إيه إقدارة النادي لكن على ضرد إن أنا هلعب هل من الممكن أن تلعب من غير سبعة العيدة؟ سؤال آه بالنظر لأنه هما كده ما قدوش ولا مباراة واحد عقوبة دي أول مباراة في تنفيذ العقوبة الجواب الإجبس يا كابتن ما أنا قلت لك اللي حضر العفريكي مش عارف يصريفه صح أنا متفق معك تماما في القصة دي وأنا اتكلمت مع الكابتن أحمد مجادة مبارح في القصة دي وأنه طب اللوايح لقيت الإجابات لم تكن مقنعة أو واضحة قوي بالنسبة لي صلى على اللايحة يا كابتن على الشاشة هي قدامنا على الشاشة مع حضرتك دي المادة الثالثة والمادة 11 هات المادة 11 هتلاقيها بيتقول للرجوع للمادة لتحديد البطن البطن العام طب يا جماعة إحنا بنقوش في إيه؟ هو إحنا بنقوش في إيه؟ وبعدين تحطي لي مطشين فايسل في يوم واحد مع النادي الأهلي وإنبي في مسابقتين مختلفتين هل دا يعقل؟ هي المبارخة دي الجماهيرية لكن هو اتحاد الكرة مصمم أن يقول أن هي دورة نشطية أنا مش عارف أنتم مكبرين الموضوع لي هو دايما بيقول كده المهند ساحا مجايد فهل؟ يضغيها تتلغي يا عميهان أنا ما عنديش مش جدا تتلغي يا أما أنا البطل ما قصنا النهاردة أنا عندي ليحة متمسك بيها أنا كنادي الزمالك عندنا ليحة بس هو قال اللي غيرها قال اللي لايحة تغيرت وما بعتهاش للأمورية ما تغيرتش ما تغيرتش لا 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 اتغيرت في 2003 و2006 تخلي بالك ليه؟ هو اللي تلاسع من الشربة ينفق في الزباد وما عملوا كده عملوا ايه؟ راحوا رايحين في 2006 بعتوا لايحة جديدة اللي هي القرعة وتعاملت القرعة والنادي اللي يخد البطوله آه نهلي والإنتم في 2003 برضو قالك ايه لايحة جديدة مهمني؟ ماشينا عليها دلوقتي طب ما بعثتش ليه فقاة 99 آه يبقى انا قريدي انا ماشي باللاحة القديمة بدليل هقول تاني للمرة المليون ان الموقع الرسمي للنادي الاهلي وده موقع محترم ومضوع من الموقع الكبيرة جدا كان قال ان الاهلي يحتاج الى الفوز على الزمالك بفارق الله نور عليه يحتاج هاتهالي بقى انت أخي حم الجلال عرضناها وقتها طبعا وتكلمنا عليه ان النادي الاهلي يتعين عليه ان يفوز بثلاث اهداف او اكثر حتى يضمن بطوله لانهم رجعوا اللايحة اللي مجوء يبقى اذا هم ماشيون على اللايحة دي وانا ماشي على اللايحة دي ايه بقى اللي حصل الفيلم اللي حصل ده كله فعالي فيه حد دخل وتدخل وعمل القصة دي علشان الامور متبقاش محسومة نادس زمالك تمام الله اعلم فانا بقولك احنا دلوقتي الله اعلم فعلا اه انك لا تعلم ولا انك عندك المعلومة بس مش حابب تقولها لا عند المعلومة بس مش حابب قولها طبعا انا بقولك الله اعلم بس انا بقولك الله اعلم الله اعلم طبعا لكن اللي بيحصل يهاني بصي اللي بيحصل يهاني ان انا كان من الاول خالص طالما هي بطولة تنشطية منشطية ومنهاش لازمة ومعمولة عشان لعيبة وكلام اللي احنا كله ده كله كان من المفترك تبدي البطولة للزمالك شكرا بقى الزمالك البطر وخلاص راح دي ما وما كانش حد اعترض اكسم بالله ما كان حد هيعترض ليه اللاحة بتقول كده يا جماعة انت عندكم اللاحة مشين بها الزمالك البطر طب انا بسأل سؤال هل لو الماض لو الوضع عكسي لو الاهلي هو اللي فارع تلت تلت احداث كان هل تعامل كده ليه كان هل حيقول مواتش فاصل ليه لا يا هاني نعم يا هاني نعم انا انا لا اعتقل على رأي الفنام الكيبية عدنباس انا لا اعتقل ان كان يحصل كده بس انا بقولك ايه ليه 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 شايف ان الاهلي او حتى لو هو ده الوضع الحقيقي ليه الاهلي اكسر سطوة من الزمالك او اكسر ترهيبا لو انت عايزت توصيفها بكده يعني انا ماليش علاقة باسم النديل انادي الاهلي على رأسنا من فوق والنادي كبير وما فيش مشكلة ماليش دعوة بالنديل انادي بأتقلم عليك القصص بتاعة اللوايح اللي تحطت وتشالت وتحطت وتشالت مئة مرة ليه يا جماعة ليه احنا شغالين بليحة انت حضرك ما بعتنيش اقال لك اصل الليحة دي علشان اتعامل من دور واحد طب ما تبعتلي الليحة تنطبق عليها شروط الدور الواحد تمام طيب يعني انا اخد الاجابة دي وهروح بعد كده للمداخلة اللي بعدنا لكن قبل ما اختم مع حضرتك اسألك عن قطاع الكرة في نادي الزمالك بشكل عام هل نشهد تغييرات قريبا في القطاع على مستوى التشكيلات والله دي حاجة بتاع اتدارة نادي الزمالك الجديدة احنا كلنا اولاد نادي الزمالك ونادي الزمالك لن يقف على احد الحمد لله بفضل الله انا قبل ما يجي جمال عبد الحميد وبدر حامد كان معايا ايمن ابعزيز اشتغلنا سنة نص الحمد لله بفضل الله بفضل الله حققنا انجازات كبيرة منها عشر لعيبة دلوقتي في الفريق الاول ومميزين ودي لم تحدث في تاريخ نادي الزمالك ولكن في تاريخ اي نادي في مصر انك تصدر عشر لعيبة كلهم معروفين معروفين الحمد لله بفضل الله عندك احمد ندر الساد اخيرا عندك احمد عيد عندك وثماء فيصل عندك صم فيصل عندك صيف روجعصر عندك حمد علاء عندك عشان عبد المجيد عندك حاتم سكر عندك ياسين مرعي عندك بييسو عشر لعيبة مع مستر كارتيرون في المعاقب تقيمني يعني انا بكلمك على يعني حاجاتك الحمد لله بفضل الله اللعيبة دي أثبت توجدها بشكل كبير نتيجة جهد كبير جدا مش مني الواحدي كل الناس اللي اشتغالي في القطاع الحمد لله فضلها ليهم الفضل الكبير في تصديرها ولها اللعيبة أقولهم طبعا مدربينهم والحمد لله واخدين تسعة وتسعين أنا البطل دفع للوائح أنا البطل واخد بطول التسعة وتسعين بقى تلاتين سنة أو خمسة دين سنة ما دخلنا في مدازة زمالك الحمد لله فضلها أنا أول 2003 وعندي مطش معاين بي إذا ربنا وفقنا وكسبناها أنا بطل رسمي فإني إلا بقى لوصحين لدينا لوائح تانية القواعد تانية المهم وبعدين بعدها جدا عندك الحمد لله 2002-2002-2004-2005 اللي هم جديدة واحدين هم قبل الكورونا بزمن الحمد لله فإذا النجاح للقطاع الحمد لله فضل الناجح بشكل كبير موضوع بقى التغييرات مش التغييرات دي قصة ارجع لإدارة نادي الزمالك الموجودة حاليا وإحنا تحت عمر نادي الزمالك في أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان وفي أي منصب بالتوفيق بإذن الله بشكرك كابتن طارق يحيا نجمة الكرة المصرية ونادي الزمالك السبق تتكلم في السؤال قبل اللي فات قبل الأخير على قصة عدم تنفيذ اللوائح إنه بيكون عندك ليحة فإنت بتحضر عفريد بإنك ما بتنفذهاش وما بتعرفش تصرفه بإنك بتعمل أزمة وراء أزمة وراء أزمة بسبب أساساً غلطة أولانية ده يعتبر كان محور أو مغزى آخر مقال كتبه الدكتور طاري الأدور نجم النقد الرياضي وأنا الحقيقة بحب جداً أقرأ مقاراته اليومية كان بيتكلم تحت عنوان اتحاد الكرة في مرمى النيران فهنأشوف النقطة دي دكتور طاري الأدور أهلاً بيك منورنا منور الدنيا كلها ووحشني ويعني بستمتع جداً لما بسمع صوتك في أي مكان سواء إذاعياً أو تلفزيونياً أو حتى لما أقرأ مقالاتك الصحفية ربنا يخليك وأنت كمان عامل شغل رائع جداً وأنا دايماً بقولها في كل مكان إن أنا بقولك سعيد دايماً إن أقول اللي أنت أول مرة تطلع فيها على هواءه كان الشباب برياضة صح كنت معاك وكنت ضيفك وأثبت من اليوم الأول جذرتك شرف ليه شرف ليه دكتور طاري الله طيب أنا أحدى ما حاجب بمقالك النهاردة لأنه يعتبر مرتبط باللي كان بيذكره الكابتن طاري إيحيا اتحاد الكرة في مرمى النيران وقلت في إطار المقال إنه فكرة التوازنات وإنه بينفسش اللوائح وإنه بيحاول يرضي ده في مرة فيرضي ده في المرة اللي بعدها فبينسى أساساً إن فيه لوائح هو كاتبها وده بيخليه دايماً محطوط قدام نيران التعصب وإن هو السبب فيها إيه السبب ليه ده بيحصل من وجهة نظرك دكتور طاري؟ شوف يا هاني أنا كتبت عن القضية دي بدل المرة قالت للأسف هو أنت لما تيجي تتكلم مثلاً مع حد مشؤول في نادي الزمان الجراكي بيتكلم من وجهة نظره في القضية ديك على إنه من الزمانك لو كلمت حد وجهة نظره من الأهلي أو حد من مشؤول في الأهلي حيتكلم من وجهة النظر الأهلوية في كل القضايا فإذن الحاجة اللي أنا بطالب بيها دايماً هو إن أنت تكون عندك لوائح ووضحة ملابسات تيجي في وقت الجد كده تقول إيه لا أعملها كده أو أعملها كده أو أفصلها كده أو أفصلها كده أو أرضي ده النهاردة عشان أنا رضيت الثاني البارح فإذن أنا أخذ كلامي كله هو أعبار عن لوائح طارمة وتطبق على الجميع يعني أنت محتاجة حاجتين أنا دايماً بقول إن الكرة المصرية شوف سيبك من كل ما تفتقده من حاجات في عناصر أخرى أنا بقول هي تفتقد للعدالة والانضباط إيه العدالة؟ العدالة إنك اللي بتنفزه على الأهل أو على الزمالك تنفزه هو وهو على الأنبياء الصغيرة والقراط اللي هتخوضها ضد الأنبياء الصغيرة تخوضها بنفس المنطقة على الأهل والزمالك دا العدالة الانضباط إنك حطيت جدول حطيت ليحة حطيت أي قواعد في أي مجال تنفز هذه القواعد بحذافرها ليحة نفز اللايحة بحذافرها يبقى فيه عدالة وانضباط هم المقططين المفقوداتين عندنا فأنا لاحظت في الفترة الأخيرة يا هاني إن جات على الاثنين يعني فيه ناس بيعتقدوا إن أنا بكتب كده أنا بكتب توازن لا أول موضوع ما فيهوش أي نوع من ألواح التوازن فأنا بقول في الجزء الأولاني من المقال إن اتحاد الكورة فأل الأنبياء تعالوا إحنا عندنا أزمة كذا 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 والأزمة دي حتتطلب إن احنا نلعب كل ثلاث ديام فعشان نفك الأزمة دي نلعب خلال توقف الدورة الأولمبية ونلعب خلال توقفات اللي هي الكبيرة اللي هي ممكن إن أنا ألعب فيها مثلا سبع تمام مباريات زي توقف الدورة الأولمبية فده يديني فرصة إن أنا أخلص المتابقات في أوقات بناسبة غير إن أنا مثلا لسه الوقت بأحط الجدول على إنه يخلص شهر 9 أو بداية شهر 10 طيب كل الأنبياء رفض وبعدين بعد كده بعد ما طلعت الجدول بتيجي تاني تعدل في الجدول بناءًا على الأنبياء اللي كترفض بس إنها تلعب خلال توقف الدورة الأولمبية ونالي رحت عامله مبارياته تاني خلال توقف الدورة الأولمبية طب إزاي يعني إنت إلي خلاك الأول تحص جدول وبعدين بعد كده لا تلتزم بيه وترجع للي إنت كنت تقول عليه واللي كترفضها الأنبياء نفس الكلام في قاعدة في الأزمة المشيئين اللي هي الشباب منتخب 29 فرق 29 دوري اتعمل وخلص أتحدك لو حد قال المفروض أنك تطبق أي لاحة من دول كل واحد بيتبنى وجهة نظره الزمانك بيقولك لا المواجهات المباشرة والتاني العكس الزمانك بيقول الأهداف والأهلي بيقول المواجهات المباشرة يعني عايز أقولك في النهاية أنت لا تنفل الزوايح إن المرة دي تزبطها على ده والمرة الجاة تزبطها على التاني المرة دي تعمل توازن لصالح هذا والمرة الجاة تعمل توازن لصالح داك فدي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دائما ولم ينطلح حال تلك المشكلة إلا زي ما قلت إذا طبقنا نقطتين على الكل في كده العدالة والانضباط عدالة في تطبيق اللوايح على الجميع والانضباط في أنك انت تنفذ هذه اللوايح على الكبير وعلى الصغير طيب أنا هسيب المقال وهروح للأهلي وسان داونز ومرحلة ما بعد التآهل يا نصف النهائي لكن هخلي دي في السؤال الأخير لأن بعدها هنسافر إلى قطر ونشوف إلي بيحصل لكن حضرتك بما إنك معي كمتخصص في كل الرياضات ما شاء الله هسألك عن السلة النهاردة الزمالك بيتأهل للدور ربع النهائي في الأفرو ليج بعد ما اكتسح داونز السنجالي بنتيجة 88-62 لسه ما تحددش ترتيبه هيتحدد بناء على مباراة الغد إن شاء الله لأنه هو كده أهل رسميا هيلعب بكرة مع المنافس الجزائري في البطولة فعايز أعرف منك تقييمك لأداء الزمالك النهاردة والانتصار التاني على التوالي وللمشوار المحتمل بالنظر لأن البطولة تنظيميا رائعة يعني ملعب رائع اهتمام إعلامي رائع شكل يشرح العين يعني ولما الواحد بيتفرج عليها آه انت لمست نقطة مهمة جدا هي الشكل الحضاري الرائع اللي داين حتى مش داين بسة النقل التليفزيوني للبطولة بتاعت السلة دي دماء داين في الصور انت بتشوف صور زي ما يكون بتشوف NBA مزبوط بالضبط يعني جمال الصورة ومستوى الأداء واللعيب الأفريقي عليه دي ولك دماء ايه في كورت السلة بشكل خاص يمكن اللاعب الأفريقي بمستوى عالمي في كورت السلة لما تروح الان بي ايه هتطلع من الان بي ايه بي وانت بستريح كده 20-30 لاعب أفارقة فبالتالي مستوى أفريقية في كورت السلة عالي جدا والفرق الأفريقية محتاجة بعض التفاصيل الصغيرة جدا عشان اشوف يوما ما فريق أفريقي بينافس على بطولة عالمية وبياخذ كبان بطولة عالمية فالحقيقة هذا كله برهانه الأفرو باسكت الأفرو ليج على مستوى كورت السلة اللي احنا كنا من زمان يعني الحقيقة بعات شوية على مستوى الان بي بسوك كده اللي زمان مثلا لو قلنا في التمينات وسطر السبعينات كان ممكن ناديز الاتحاد سيكندرية وفي عزو بيكسب بطولة أفريقيا سوفنا بعد كده الان بيها الكبيرة دي متنافس على بطولة عربية وكده لكن اختفى شوية المنافسة الحقيقية إلا من البطولة البطولة العام قبل الماضي اللي نفس بيها النادي الأهلي وكانت على صلوة النادي الأهلي وكان نتيجة إنها على صلوة النادي الأهلي اللي حقيقة كان فيه يعني تغصية رائعة لها ما ظهرت بمستوى جايد جدا لغاية من الأهلي فاس باللقب لكن ما أنا شوف نادي الزمالك دي نافس على بطولة فيها أمبيا قوية جدا في أفريقيا المستوى الهائل اللي بيظهر في البطولة دي الشكل الحضاري الرائع اللي بقولك إن لو خبت عينك شوية كده تحس إن كده تتفرج على MBA ده في المستوى في الصور وفي اللقصات أنا شوفت شوية صور ده اللي بيقيمش بطولة أفريقيا هي برعاية MBA وأعتقد ده السبب وراء ظهورها بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه ده بس انت بتقول برعاية غير إن انت تكشف هذا الشكل قدام عينك قدام عينك كده لا ده حاجة الحقيقة رائعة جدا فأنا بشوف إن الزمالك بإذن الله يواصل مسيرته والبطولة الإفريقية تعود إلى مصر مرة أخرى من خلال قبيل الزمالك وأنا متأكد إن السلة في السنوات القادمة هيحصل فيها تطور رهيب ليس فقط بفضل إشتراف MBA على البطولة الرائعة اللي هي بطولة أفريقيا على مستوى الاندية ولكن أيضا على كل المستويات حتى على مستوى المنتخبات إننا نشوف يوما ما منتخب أفريقي يفوز ببطولة عالمية على مستوى كوركسان بإذن الله أخيرا بالأمس سمعت حضرتك كمعلق على مباراة الأهلي مع سان داونز في جنوب أفريقيا تعادل بنتيجة واحد واحد وبالتالي تأهل بمجموع المباراتين انتصار للأهلي ثم تعادل تأهل لنصف النهائي لمواجهة الترجي تقييمك لما علقت عليه بالأمس حضرتك والموقف في المرحلة المقبلة بمواجهة الترجي في تكرار لنهائي النسخة قبل اللي فاتت هو بص الأهلي والترجي في السنوات الأخيرة أصبح أهم وأقوى ديربي في مستوى الكورة الأفريقية هو لقاء الأهلي والترجي لأنه لو تشوف حتى وصل الأهلي وليقى بسان داون خمس سنوات يعني منهم أربع سنوات البتالية وأنه هو في هذه السنوات يفوز أربع مرات من الخمسة وأصبح لقاء الأهلي وسان داون دا عامل كده زي ديربي آخر من الترجيات الشخصية الشعيرة كنا بنشوف في التمانيات الأهلي ومولودية الجزائر كنا بنشوف الزمالك والستفاقسي التونسي كنا بنشوف هذه الأنبياء تتألق على المستوى القارلي وتظهر على المستوى القارلي ففجأة كده ظهرت عندنا قوة جيدة زي سان داونز اللي ظهر قدام المجل الأهلي الحقيقة بشكل جيد جدا لكن تبقى القوة التقديدية اللي هي الآهلي والسرجي ومعاهم طبعا في الجانب الآخر من الضوء قبل النهائي نادي الوداد يمكن الوحيد اللي دخل على هذا الربع هو نادي كايزر أنا من وجهة نظري أن النادي الآهلي أدى أفضل ما كان متوقعا بكتير أنه يوصل إلى الضوء قبل النهائي بنتيجة تشابه تماما لنتيجة العام الماضي من صفرة القاهرة وواحد واحد في بريتوريا نتيجة هي نفسها هي واحد مع الفرق السبير في اللي نادي الآهلي في العام الماضي بمثال أمانة في لقاء 12-0 أهضر على الأقل عشر صرص كان ممكن يزود رفيده من الآدات وقدم مباراة بشكل أفضل كثيرا من مباراة 12-0 جائع هنا وفي مباراة واحد واحد العام الماضي أيضا كان النادي الآهلي عنده بعض المساحة الهجومية وانت تتكن المباراة برضو الأهل تقدم بيقول علي معلوم المحطة في مارماء بعد كده وبعد كده اتعاد له فريق تانداون لو تلاحظ ان النادي الآهلي كان عنده مساحة هجومية أفضل ولو تلاحظ ان عمرو السودية في الدقيقة 23 من المباراة عمل كرة عرضية لقال لي بجي وقتها كان هو والشبكة وضيع حرصة يعني قال لي كان عنده فرص أكتر يعني بمجموع المرات مثل كده الأهل السنة اللي فاتت أداءه أفضل لكن تعالي بقى عايزة وقلت على ظاهرة متميزة جدا ظاهر بيها النادي الآهلي في هذه المباراة أنا أول مرة أشوف فريق مصر بيلعب خارج ملعابه أمان فرقة جبيرة زي سانداون أكاد أقول وأنا حللت ده موجود بكرة في جارة الجمهورية تحليلي عن نادي المباراة أنا بقول بكل أمانة أن فريق سانداون من وجهة نظري هو من أفضل الفرق الأفريقية فرديا وجماعيا الآن على مستوى الأداء الفردي اللعيبة دي السلوب البرازيلي في الأداء الآلات الصغيرة غيروا استراتيجيتهم على فكرة من السلين اللي فاتت اللي كان يتعتمد على هجمات المرتدة اللي فيها عنصر السرعة اللي بيخترقوا فيها من خلال المتاحات إلى أسلوب بناء الهجمة بالتحضير الكثير بالتمرير الصغير صح وده اللي بيعلي من أهمية وقيمة اللي عمله مبارح موسيماني في مواجهة سانداونز إن الفريق مش سهل لكن ممكن أعيب بس عليه إنه رغم قوته وجودته الهجومية والفردية والجماعية ومش عارف تتفق معه ولكن هتختلف إنه برضو طيب يعني فريق رغم قوته وجودته في طيبة تخليك لو أنت ذكي تعرف تكسبه فالأهلي كان ذكي قوي مبارح في التعامل مع سانداونز أنا حقول لك على حاجة ماذا فعل موسيماني موسيماني حط خمس حوائص متتالية أمام فرقة سانداونز أمام فرقة زي سانداونز لو بتلعب بالطريقة دي مع سانداونز بتاع 2018 و2019 هتلاقي صعب شوية إنك تتعامل بالطريقة دي إنه هم كانوا بيقدروا بنقلتين ثلاثة يوصلوا للمرمى وبأنصر سرعة اللعيب لكن المرات دي هم بنعب بطريقة تانية نقل كتير فأنا مفيش قدامي غير إن نلعب دفاع كومباك الدفاع ده كان بيبدأ من الثلاثة اللي قدام اللي هم محمد شريف وقفشة وصلاق موصل ده خط دفاعي أول كل واحد في الثلاثة على قد كان ياته كان بيقدروا جور دفاعي أوه اللي يعد من الحائط الأولاني هيلقي حائط تاني سلية والديانج اللي يعدي من الحائط ده هيلقي حائط ثالث في رامي ربيع اللي هو يعتبر كان ديبتو من خط الوسط مجزئ من الثين قلبية للباحة اللي يعدي من الخط الثالث ده هيلقي ستنائي قلب الدفاع بدر بنول وياسر براي اللي يلاقي ده بقى حد سوال حرج هيلقي السد العالي وراء هيلقي السلاوي اللي هو يعني الحقيقة كالس في المعات صمام امان مظبوط اه ما فيش فرقة في مصري عارف التنظم حتى كوبر لما كانت لعب بطرق دفاعية بحثة ما كانش فيه هذا التنظيم بالحوائط البشرية المتتالية وبالدفاع الكمباكت اللي هو بيعتبر دلوقتي اتلاح من الساحة المهمة جدا انت لو بيطرق الدوريات الاوروبية وتشوف في خلال الحديقة الاخيرة بالزاك اسابيع الحس سرق كتير جدا ان كانت تلعب بالطرق دي اللي هي بتقفل خطوطها تلعب بالدفاع الكمباكت ثم نقل واثنين بتوصل لمرمى الفريق المنافس وديب اهداف فالنجل الاهلي عمل كده في المباراة وانا بقول ان ده نجاح لمسيمان لعني كنا انا كنت تشترت كده خمس عناصر مهمة جدا للاهلي عملها في المباراة دي منها واحد من الخمس عوامل دول هو استعادة الثقة في الجماهير في مسيمان لاني مش شايف مبرر قوي ان الجمهور يبقى غاضب على مسيمان كده انه بيقولك انه افقد شخصيك الاهلي ان النادي الاهلي معاه بيقدم مستويات جال جيدة مع ان النادي الاهلي في وقت من الاوقات مثلا كان فقد رباعي خط الظهر بالكامل كان هاني مصاب وقدر بنون مصاب وايمن اشهد مصاب ومعلوم مصاب وضحت ومتفق معك فيها تماما ان دكتور طارق الحتة دي تحديدا بالفعل انا بشكرك جدا على وجودك مع اي دكتور طارق الادور الناقد الرياضي الكبير والاهلي انهى جزءا من مهمته في دور الابطال انتظارا لعودته لها من جديد لكن هيفصل ما بينهم بمشوار افريقي اخر لكن هذه المرة في قطر وصلت بحمد الله بيعتة الاهلي الى هناك استعدادا للقاء الجمعة مع فريق نهضة بركان في لقاء السوبر الافريقي دي بعض اللقاطات لبعثة الاهلي اللي وصلت بالفعل الى هناك وهيكون ان شاء الله في حضور جماهيري لبعض الجمهور في مدرجات حمد بن جاسم 30% تحديدا من الجمهور معنا على التليفون الناقد الرياضي الزميل محمد الجزار من العاصمة القطرية الدوحة جزار ازايك؟ جزار سمعني؟ طيب اعتقد ان المكالمة فقدناها لكن هنرجع له مرة تانية طبعا دي لقاطات لوصول الاهلي الى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة نهضة بركان بإذن الله طيب خلي اقول لكم في اطار متصل يعني انه النهاردة سانداونز طلع بيان البيان بيوجه فيه يعني الاعتذار للأهلي على ما بدر من بعض مشجعي مشجعي سانداونز بخصوص مدرب الاهلي بيتسو موسيماني قبل انطلاق المباراة هم نزلوا البيان النهاردة وده امر جيد جداً وهي اللقطة كانت اه ممكن تعتبرها في الكورة وان اي حد بيزعل وكان الكاتن جودة مباريح قال معنا انه يعني مفيش حد اغلى بالنسبة للمشجع ليه يعني لقلبه منه ديه لكن في الاخرية لقطة كانت موسيقى ان الجمهور يشتم المدرب السابق ليه او اي مدرب بشكل عام فهم طلعوا بيان قالوا فيه ان هم فتحوا تحقيق عشان يعرفوا مين الجمهور ده وان هم هيخدوا اجراءات تقديبية ضد المتسببين في هذا الامر في بيان قالوا فيه ان هم يعني غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام بالنسبة للقيم اللي بيتمسك بيها النادي الجنوب افريقي نرجع بقى لقطر مرة تانية الزميل محمد الجزار جزار اهلا بيك اهلا بيك هاني وكل المشاهدين وتحيات كبيرة ليك تحيات ليك وصلت بعثة الاهلي الى قطر علشان مباراة نهضة بركان قولي التفاصيل واخر الاخبار اه الحمد لله يمكن الطيارة وصلت قبل معدها كمان ويقادمة من اسوان وحطت الرحال بسلام الحمد لله واللعبة دلوقتي بدأوا فيه اجراءات عمل الفتاشات الخاصة بالبي سي ار قبل التوجه للفندو ان شاء الله احنا موجودين في انتزارهم في المطار والحمد لله الامور طيبة وموجود حد معاهم من اللجنة المحلية المنظمة ينزلوا لهم على اجهزة الموبايل تطبيق اسمه تطبيق احتراز التطبيق ده بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا بيتحول لونه الى اللون الاخضر بمعنى انه اللي موجود على تليفونه التطبيق ما عندوش كورونا وبيبقى كمان بعد ما نتيجة التحليل او نتيجة الفحص بتطلع يتم تحويله الى اللون الاصفر بمعنى انه موجود داخل الحجر الفندوقي او الفقاعة الصحية فما يقدرش حتى اللاعب لو جيه يخرج برا الفندوق او يروح اي مكان لن يتم السمح ليه والعكس صحيح اي حد جاي من برا عشان يدخل للعيبة ان لا يستطيع طالما انه مش في الفقاعة الصحية فالأمور الحمد لله مترتبة ترتيب كويس واللعبة بعد ما توصل هتحصل على قصة من الراحة وتبدأ ان شاء الله تخد اول تدريب النهاردة الاثنين بما اننا بدأنا يوم جديد فالتدريب هيكون الساعة ستة مساء ان شاء الله على ملعب جامعة قطر ستة بتوقيت القاهرة ستة بتوقيت القاهرة طيب هل هيكون مفتوح للإعلام بشكل او باخر التدريب هيكون ليك قدر على الوصول لحضور التدريب او جزء منه لا التدريبات تدريب الاثنين والثلاث والاربعاء ده هيكون تدريب مغلق ما كان في حضور الجمهور او حضور الإعلام لكن النهاردة مصدر مسئول في اللجنة المنظمة اكد لي انه لأول مرة على عكس منديال الاندية تم الاتفاق مع الكاف وتم الاتفاق مع ادارة النادي الاهلي وادارة نادي نهضة بركان هيتم فتح الحضور الإعلامي للإعلاميين يوم الخميس ده هو التدريب الرئيسي على ملعب المباراة في استاذ جاسل بن حمد ده هيكون مفتوح لوسائل الإعلام وايضا بعدد معين او عدد قليل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والحد من الشارفيروس بإذن الله بشكرة جدا محمد الجزار ناقد الرياضي من العاصمة القطرية الدوحة اللي وصل إليها الاهلي بالسلامة الحمد لله بيستعد فيها لمواجهة نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي بطل دوري الأبطال الأهلي في مواجهة بطل نهضة بركان متكلم على النسخة الماضية من البطولاتين يوم الجمعة المباراة طيب خلي أقول لكم أنه النهاردة اتحاد الكرة تبقى لتآهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتآهل بيرامدز من بعده إلى نصف نهائي الكومفدرالية فبقت الأمور أكثر وضوحا فاتحاد الكرة أجرى تعديلات على مواعيد بعض مباراة الجولتين 26 و 27 من المسابقة فبالنظر للمواعيد الجديدة اللي تم إعلانها النهاردة ممكن نستشف بعض الأمور أولا أقول لكم بس المباراة يعني هيبع عندنا الجولة 26 قبل ما نستعرض المباراة دلجولة 26 هتتلاعب يوم 14 و 15 و 16 وبعد كده هيكون الفترة ما بين 20 ل 24 هيتلاعب مطشاط كاس مصر وبعدها الفترة 25 ل 27 بطولات الأندية دور الأربعة إياب وقابليها في الفترة 18 ل 20 بطولات الأندية دور الأربعة ذهاب بتكلم على أفريقيا وبعد كده عندنا بقى مطشاط الجولة 27 هتكون يوم 28 و 29 و 1 7 و 2 7 وفي مطش في النص 29 مباراة مؤجلة من الجولة 18 اللي هي المقصة والأهل في ضوء المواعيد دي نقدر نستشف كده ولا بسؤالنا للمهندس أحمد جاهد مبارح إنه هلا يكون في معسكر لمنتخب مصر الأول واضح كده أنه أهو إحنا عندنا يوم 14 مباراة ده غير إنه عندنا مباراة قبل ده بشوية فمش هيكون في مجال لغاية يوم 7 يونيو مش هيكون في مجال إنه تعمل معسكر وتجمع لمنتخب مصر وبالتالي إقامة مباراة ودية مع منتخب بروندي وبالتالي لا أتوقع مش معلومة تبقى يعني للمتاح قدامنا إنه يكون في معسكر لمنتخب مصر في يونيو أو استغلال للأجندة الدولية وده بيجي لك بعد شهرين من شكوى الكابتر حسام البدري إنه إحنا محتاجين مباراة ودية عشان يعرف نطبق فيها وإن عدم ظهورنا مستوى كويس في أول مطش في أي توقف دولي بيكون بسبب إن إحنا بنعملش مطشات ودية فبعد كل ده غالبا ممكن ما تلاقيش برضو مباراة ودية لكن بشكل كده بقى الجدول المعلن الجديد مع المعلن قبل كده تعالوا نستعرض أهم مباراة أو ترتيب مباراة الأهلي والزمالك المقبلة نبدأ بالزمالك مطشات الزمالك المقبلة بداية من بكرة أو النهاردة يعني الزمالك يلتقل مصري الساعة 9 مساء ثم في الجولة 25 يوم الأحد مع الجونة في استاد خالد بشارة لكن بين المبارتين بين المبارتين هيكون فيه مباراة الإسماعيلي مش كده يا جماعة في الكاس هنحطين طبعا مطشات الدوري لكن تمام هيكون فيه بينهم مباراة الإسماعيلي في الدوري بعدها الجولة 26 الزمالك هلتقي مع غزل المحلة في استاد القاهرة يوم الاثنين 9 مساء طبعا كان يفضل نكتب التواريخ يوم الاسبوع 27 الزمالك هلتقي مع أسوان يوم الأربعاء مباشرة بعدها الساعة 9 مساء ثم الجولة 28 هلتقي مع المقصة في استاد الجيش في السويس يوم الأربعاء هيكون الساعة 7 مساء الجولة التالية هلتقي يوم الأربعاء الأسبوع اللي بعده مع الاتحاد السكندري في استاد الإسكندرية الساعة 9 مساء الجولة 30 هلتقي مع الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية يوم الأربعاء ثم مع فريق ودي دجلة في استاد القاهرة الساعة 9 مساء في الجولة 31 هنا حتى ما كتتناش اليوم الجولة 32 هيلتقي مع سيراميك كريو باترا في استاد السويس الجديد جولة 33 مع الانتاج الحربي في استاد القاهرة و34 ختام مباريات الزمالك هتكون مع البنك الاهلي في استاد بيترو سبورت طيب 32 و34 مش متحدد لهم ايام طيب اما مباريات الاهلي في الفترة اللي جاية في الدوري هتكون مطشاط الاهلي كالتالي طبعا بالنظر كمان ان فيه لسه مطش كاس وان فيه مطش سوبر هيكون مع تغايع الجيش لكن في الدوري بقى الاهلي يلتقي يوم في الجولة 22 هيكون مع ودي دجلة تم تأجيلها لفترة الأولمبياد الجولة 23 هيلعب مع سيراميك كريو باترا تم تأجيلها لفترة الأولمبياد الجولة 24 هيلعب الاهلي مع الانتاج الحربي وأجلت بسبب السوبر الافريقي يوم 1 يونيو اول مباراة للأهلي في الدوري هتكون مع البنك الاهلي في استاد السلام بعدها يوم 14 يونيو مع المؤولين العرب في استاد بيترو سبورت بعدها في الجولة 27 مع بيراميدز في استاد السلام اللي هو الأهلي بعدها الأهلي في الجولة 28 يلتقي سموحة في الإسكندرية يوم 6 يوليو وهو التواريخ جميلة ومنورة الأهلي يلتقي مع الإسماعيلي في الإسكندرية يوم 21 أغسطس ثم في الجولة 30 يلتقي مع إمبي في استاد السلام أو الأهلي يوم 24 أغسطس الساعة 9 مساء في الأسبوع الحادي والثلاثين يلتقي مع طلاع الجيش يوم 13 سبتمبر في الجولة 32 و33 و34 يلتقي الأهلي لسه تواريخها مش معلنة مع المصري والجونة وختام المباريات مع أسوان دي المطشط اللي تعت الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة بإذن الله تحديدا في الدور المصري الممتاز نهاردة تكريم للجنة السابقة لنادي الزمالك وتسليم المهمة للجنة الجديدة تأرير نستعرض فيه أهم ما جاء فيه ونكمل معكم خليكم موجودين معنا مليه التسليم والتسلم وطبعا دي أمر يعني أول مرة يحصل في نات الزمالك الاثنين واتفقوا على أن اللجنة اللي هي السابقة أو لجنة المستشارين هتظل تحت خدمة نات الزمالك في أي طلب من الطلبات الخاصة باللجنة الجديدة اللي بقادة الكابتن حسين لبيب وإن شاء الله بنتمنى أن نات الزمالك يخرج من كابوته وهو كان كبير صرح رياد كبير عمره فوق المية وعشر سنة هي سهل أكتر من كده الخير إن شاء الله تفقله واطمئنه وسواء اللجنة السابقة اللي بذلت كل الجهد والعرق والوقت في ظروف يعني من الصعوبة بمكان يعني وإن أنا قدت لسه بقول في القعدة إن دي من مصلحة المجلس اللي الجاي منتخب لابد إن المجلس اللي هو منتخب أو أي حد عنده الرغبة للانتخاب يدرس بقى المواقف ويحط خطط اتبانت قدامه كل الأمور لو نتصور إن اتخذت من المجلس الحالي المجلس القادم وظهرت هذه المشاكل أهو بيتم حلها فربنا وفق الجميع لمصاحة نازة مالك ويجب أن ينظر كل الجميع لنازة مالك اللي هو كيان واحد أولوية أولى سواء عند اللجنة السابقة أو اللجنة الحالية الكرة القدم هي نازة مالك وبمع الاعتبار إن برضو ما نساش الألعاب الأخرى وأهمها كرة اليد وكرة السلة وكرة طيرة وكل الألعاب بدون السناء ليهم الأولوية طبعا بس الوقت الحالي لظروف النادي طبعا لابد إن يدعم فريق كرة لإن فريق كرة هو نزم أهلا بحضرتكم مرة تانية في دقائقنا الأخيرة لهذه الحلقة عايزة أقول لكم نهاردة الجهاز الفني للمنتخب يعني أصدر بيانا كده بعد الاجتماع اللي تم ما بين الجهاز الفني للمنتخب واللجنة الثلاثية بيقولوا إنه ممكن مطش بورندي يبقى في توقف سبتمبر وإنه هما يتنقشوا بقى في الاستعدادات والطلبات والتسهيلات اللي هيوفرها الاتحاد للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون وده طبعا استعدادا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم إن شاء الله المقامة في قطر 2022 أقول لكم بس إنه سموحة طلب أو بيستعد خلاص إنه يبدأ يتفاوض مع الزمالك عشان يجدد إعارة مصطفى فاتخي كده كده قالها معنا المهندس فارج عامر لكن قال إنه هيبدأ يتواصل ودلوقتي خلاص عرفنا إنه هيبدأ في مرحلة التواصل مع مسؤولي الزمالك اللي هيشوفه بقى ممكن يتم تجديد الإعارة من جديد ولا لأ هي كانت هي بس لغاية نهاية الموسم يعني مطشط الدوري الجولة دي غير إن بكرة هتبدأ إن شاء الله بالمباراتين فاستمرارها هيكون عندنا ودي ديجلة مع تلاقيع الجيش الاتحاد السكندري مع الجونة أسوال مع غزل المحلة دي لقاءات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في مباراة البنك الأهلي واسموحة وفيه سيراميكي كليوباترا مع أمبي في ستاد السويس إن شاء الله دي المباراة التانية اللي هيكون بيقضيها الكابتن حلمي طولان موقوفا بعد مباراة الزمالك إنه هو توقف مطشين بسبب لجنة المسابقات قالت إنه اتكلم مع الجمهور يعني وما كانش ينفع ده يحصل فتوقف مطشين أمبي التمس ففيه اتجاه دلوقتي داخل اتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتخفيض العقوبة إن هي تتحول إلى مباراة واحدة وبالتالي يكون قاضاها وبالتالي يكون قادر على خوض مباراة سيراميكا كليوباترا من مقاعد البداء ده اتجاه لكن هو ليس قرارا حتى الآن فنشوف هل هيخرج القرار بدا ولا لا على أي حال هما كانوا إيقاف مباراتين وقضى منهما مباراة وحيدة حتى الآن هذا ما لدينا فيما يخص أخبارنا النهاردة بكرا إن شاء الله يكون معنا حلقة جديدة هنتناقش فيها في المستجدات ويكون كمان بعد مباراة الزمالك مع المصري البور سعيدي فيها الجولة رقم 24 من الدوري النصري الممتاز علمنا من شوية بس أولا مصر النهاردة كانت بتلعب مع موزنبيق في بداية مشوارنا في البطولة الإفريقية المؤهدة لكأس العالم للكرة الشاطئية خسرنا سبعة خمسة كان معنا من أيام الكابتن عبدالواحد السيد مدير المنتخب وقال لنا إنه هو متفائل يعني وإن البداية هتكون كويسة وقال لنا طبعا وكلمة معاه على الهوى على الهوى قدام الناس كلها يعني إنه حسان بولو هو اللاعب الوحيد من الفريق الفرق الدوري اللي موجود معاه وإنه هو اختاروا إنه هم معاه ومسافرين السنجال فعرفنا النهاردة إن الترسانة قرروا تحويل حسان بولو إلى التحقيق إنهم ملاقوهوش في التدريبات فسألوا عليه اكتشفوا إنه في السنجال مع منتخب الكرة الشاطئية فاتفاجئوا في الوقت اللي إحنا عملنا مدخلة على الهوى وبنتكلم عن حسان بولو والمنتخب أعلن قائمته وسافروا فالموضوع مش سر يعني فأنا أتفاجئ مش عارف مين اللي ما بلغش مين يعني حسان بولو ما بلغش ولا المنتخب الشاطئية ما بلغش الترسانة ولا الترسانة تبلغوا ما خدوش بالهم والناس اتفاجئت شكرا لكم بكرا لقاء جديد تحقيق لفري العمل وتحياتي هاني حتحوت إلى اللقاء